أهلاً أنا جون بافير دعوني أبدأ بالقول بأنني مصرور أن هذه المادة وصلت بين يديك وهذا شرف لي أن أتحدث إليك كنت أتمنى أن أتكلم العربية حتى تستطيع سماع صوتي وقلبي حين أتكلم أنا وزوجتي ليسا أسسنا مؤسسة ميسنجر قبل عشرين سنة مهمتنا وشغفنا هي كلمات المسيح الأخيرة التي قالها قبل تركيه الأرض أوصانا اذهبوا وتلمذوا جميع أمم الأرض وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يطيعوا كل ما أوصيتكم به متى ثمانية وعشرين كسعة عشر وعشرين لهذا السبب شركاؤنا حول العالم ونحن في مؤسسة ميسنجر صلينا واجتهدنا لكي تصل هذه المادة بين يديك صديقي أنت استجابة لصلواتنا نرجو أن تتلقى هذه المادة كتعبير بسيط عن حبنا لك حين أعطاني له هذه الرسالة كان لها تأثير عميق على حياتي وخدمتي وأؤمن أن نفس الشيء سيحدث في حياتك وفي هؤلاء من تقودهم والآن أريد مشاركتك بشيء أكثر إثارة هذه الرسالة هي عينة من المكتب الألكتروني التي أعددناها كهدية مجانية لك ولجسد المسيح حول العالم يمكنك زيارة الموقع المكتوب في هذه المادة أسفل الشاشة لتجد فيديوهات مجانية وتسجيل تعليمي وكتب ودراسات والمزيد هذه المصادر متاحة بنفس لغتك بفضل شبكة من مترجمين ومرجعين وأشخاص آخرين مكرسين لله نؤمن أن هذه المجهودات المشتركة لدعم خدمتكم هي أبدية واستثمار هام لملكوت الله على الأرض لذا شاركنا في تتميم دعوة الله التي في قلوبنا شارك معنا في نشر هذه المواد في مجتمعك والدوائر المجاورة لك وكل من يتحدثون بالعربية قال يسوع لتلميذه في متى عشر ثمانية أخذتم مجانا فأعطوا مجانا هناك أكثر من خمسة وعشرين ألف كنيسة في الولايات المتحدة يستخدمون مواد منهج الخدمة اليوم نرسلها إليك وكل ما نطلبه هو أن تساعدنا لكي نتمم دعوة الله لنعلن كلمته في كل مكان شارك من فضلك بكل المواد في الأسطوانة وفي مكتبتنا الألكترونية مع عائلتك وكنيستك انشر الكلمة مع أصدقائك ومساعديك لا تتردد في إرسال مقتطفات أو ملفات لشعب كنيستك انشر هذه المادة عبر الإنترنت وانسخ الكتابة والاستوانات ارجع باستمرار لمكتبة التحميل حيث أننا نضيف المزيد والمزيد من المواد يخبرنا عبرانين 411 أن كلمة الله حية وفعالة وكلمة الله فقط تحتوي على القدرة لتعطي الحرية والحياة والأمل والعزم والإعلان أنت تلعب دورا حيويا بأن تجعل هذه الرسائل تنتشر في أمتك وحول العالم والشغفون هو أن يتمتع أولاد الله باختبار قوة كلمته في ملئها أعلم أنك تشاركنا الأشواق وأنه لشرف عظيم أن نعمل معك في اتساع ملكوت الله على الأرض استمع صديقي نحن نحبك ونؤيدك ومشاركتك في جسد المسيح لا تقدر بثمن نشكرك أنك تطلب خدمة الله وخدمة شعبه بكل ما لديك تشدد يقول الله إنه الساهر على كلمته ليجريها لن ترجع فارغة إليه كنيستك ومجتمعك وأمتك ستتغير تماما بكلمة الله بينما تعلنها بكل شجاعة أصلي أن مثل هذه المواد تساعدك أن تصل لدائرة تأثيرك من خلال قوة نعمة الله هذا شرف أن أدعوك أخي أو أختي في الإيمان وأؤمن أننا معا سوف نرى الرب يسوع المسيح مرتفعا في الأرض وأتمنى لك أعظم بركات الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أصدقائي أنتم تستعدون لمتابعة سلسلة أم عن الروح القدس أريد أن أشجعكم من فضلكم أمسك الدليل الدليل هو بالطبع الكتابة التي تتبع هذه الرسالة والتأملات والكتاب التطبيقي ودعوني أقول لكم لماذا هذا مهم أرى أن هذا التأمل يقوين في الإيمان وفي كلمة الله وبينما تقرؤون التأملات والكتاب التطبيقي لدينا أشياء معمولة بدقة حتى تنشط إيمانكم بحق وتدفع إيمانكم وتجعلكم تتعمقون في هذا الموضوع المهم للغاية والروح القدس هو الأقنوم الوحيد من اللاهوت الموجود بالفعل على هذه الأرض وهو الذي يظهر ويمجد ويعظم ربنا يسوع المسيح كلما عرفناه أكثر نعرف يسوع أكثر فخذوا الدليل وسيثبت كلمة الله التي تسمعونها في هذه الفصول في قلوبكم حتى تقدروا أن تبدأوا رحلة حياة رائعة تعيشون فيها في علاقة مع الروح القدس أتمنى أن تستمتعوا بسلسلة إيم بارككم الله نحن هنا في مكاتبنا في بالمر ليك بكلورادو وأنا سعيد جدا بوجود بعض أقرب شركائنا وأصدقائنا وزملائنا هنا أشعر بجوعكم أنا أشعر بامتصاص ينبع مني الآن هذا مذهل أنتم بديعون أحب أن أنظر إليكم أعتقد أنكم مملؤون من الروح القدس لذلك أنتم بديعون آمين لكن ما نتكلم عنه هو الروح القدس وسأقول لكم شيئا الشهر الماضي من حياتي كان حقا مذهلا منذ شهر كنت صائما والروح القدس كلمني قائلا اقرأ صفر الأعمال الجزء المضحك هنا هو أن آخر مرة صمت فيها قال الروح القدس اقرأ صفر الأعمال فقلت حسنا وبينما كنت أقرأ صفر الأعمال المرة السابقة أتذكر أن ما تجلى أمامي كان الرسول بولوس دعوة حياته كانت أن يذهب للأمم لكن بسبب محبته الطبيعية كان يذهب أولا إلى كنائس اليهود إلى رفقائه اليهود في كل مدينة ونتيجة ذلك كانت أنه دخل في مشاكل وكانت أكبر المشاكل التي حدثت معه كانت من أولئك اليهود وكلمني الله أثناء الصوم وقال استمر فيما دعوتك أن تفعله لأنك إن خرقت عنه أنت تطلب المشاكل ثم هذه المرة عندما كنت أقرأ صفر الأعمال ذهلت جداً إذ تجلى أمامي أمر مختلف تماماً وهو أني بدأت ألاحظ من البداية الرسل والقادة والمؤمنين في صفر الأعمال كم كانوا يتفاعلون مع الروح القدس وكم كانوا يعتمدون عليه وكم كانوا يتكلمون عنه أقصد أنه كان ملحوظاً جداً في كل مكان ويملأ المكان فأدركت أنه كان جزءاً حيوياً جداً من حياتهم وكان ضمن كل شيء يفعلونه اسمع فقط بعض التعليقات من صفر الأعمال وهذه ليست كلها فيقول مثلاً في الأصحاح الخامس ونحن شهود لهذه الأمور وكذلك يشهد الروح القدس وأيضاً فأمرني الروح بأن أذهب معهم وأيضاً ووقف واحد منهم وتنبأ بالروح وبعد أن أرسلهما الروح القدس وأيضاً استحسن الروح القدس ونحن أيضاً منعهما الروح القدس من التكلم بالرسالة حاول الذهاب إلى بثينية لكن روح يسوع لم يدعهما وأيضاً كان بولوس منحصراً بالروح وهو يشهد وضع بولوس في نفسه أنه يجتاز في مكدونية إلا أن الروح القدس يحذرني في كل مدينة فاحرصوا أنفسكم وكل الرعية التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليها هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ فقال لها بطرس لماذا اتفقتما على أن تمتحنا روح الرب؟ أنتم تقاومون الروح القدس دائماً ترون كم كانوا يتكلمون عن الروح القدس؟ لذلك أنا أقول ما هذا الذي أراه هنا؟ أنا لا أشهد ذلك اليوم في أيامي لماذا نحن لا نتكلم عنه؟ هل توافقونني؟ لذلك سأقدم بعض الجمل الصريحة التي أعتقد أنها تحتاج أن تعلن واحد واقعياً لا توجد حياة مسيحية بدون الروح القدس حسناً بدون الروح القدس تصبح المسيحية جافة ورتيبة ودنيوية إن أبعدت الروح القدس عن الكنيسة ستتحول إلى ناد اجتماعي أو تصبح مجرد مؤسسة دينية لا يوجد حب بدون الروح القدس ولا توجد رؤية بدون الروح القدس وفي الواقع الكتاب المقدس يصبح قاتلاً بدون الروح القدس لأن كورينثوس الثانية ثلاثة ستة تقول الحرف يقتل ولكن الروح يحيي لا توجد رؤية بدون الروح القدس لا يوجد فرح بدون الروح القدس لا يوجد سلام بدون الروح القدس لا توجد حرية بدون الروح القدس يقول بولوس في كورينثوس الثانية ثلاثة سبعة عشر وأما الرب فهو الروح وهذا شيق وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية انتظروا دقيقة أين يوجد روح الرب؟ إنه كل يولوجود في كل مكان إذن نحن نحتاج فهما أفضل لما يقوله هناك ترجمة أفضل لما يقوله فتقول حيثما كان الروح ربا هناك حرية إنه غير مسموح له أن يكون ربا ما معنى رب؟ الأعلى في السلطة غير مسموح له أن يكون ربا في كل بيت في كل حياة مسيحية في كل كنيسة وحيث لا يسمح له أن يكون ربا لا تكون عندك حرية تصبح جافا تفقد فرحك تفقد راحتك وتفقد حماسة الحياة عمري أكثر من خمسين عاما لا أصدق ما قلته وحماستي للحياة لازالت كما كانت عندما امتلأت بروح الله في عمر التاسعة عشر في يونيو عام تسعة وسبعين إذن الآن تستطيعون معرفة عمري حسنا وأتعلمون الهدف الذي أريد أن أقوله ممن أعلمه هنا هو أن أعرفكم بشخص الروح القدس يمكن أن تكتب مجلدات وأن أعظى لأسابيع عن الروح القدس هل تتخيلون لو وقفت هنا وكلمتكم عن ليزا بيفير في أربع اجتماعات لا يمكن أنا متزوج من هذه السيدة المدهشة منذ ثلاثين عاما وسأقول لكم أمرا لازلت أنمو في معرفتي وفهمي لها لشخصيتها وتوجهاتها وأنا أنمو في ذلك كل يوم ولا يمكن أبدا أن أكلمكم عنها في أربع اجتماعات فقط يمكنني أن أعرفكم عليها وأن أقول لكم كيف تتصلون بها وما هي أفضل طريقة لتتفاعلوا معها وكيف تسمعونها وتعملون معها يمكنني أن أساعدكم لتبدأوا ولكني لا أقدر أبدا أن أقول لكم كل شيء عنها فإن كنتم تتوقعون أن أقول لكم كل شيء عن الروح القدس في هذه الاجتماعات فلتنسوا ذلك لأن ليزا عمرها ثلاثون عاما فقط أما هو فأزلي أبدي فهو أكبر قليلا من ليزا أفهمتم؟ على أي حال هناك غلطة مأساوية يقع فيها كل المؤمنين وهي إنهم قد حاولوا وسعوا لدراسة وفهم أعمال الروح القدس قبل حتى أن يتعرفوا عليه معرفة حميمة كشخص أولا أنتم تقعون في غلطة كبيرة عندما تفعلون ذلك مهم جدا أن نثبت ذلك ونرسخه في قلوبنا إما أن الروح القدس هو شخص إلهي وهو كلي القداسة وكلي الحكمة وكلي القوة بل وعجيب في حنانه وعجيب في حساسيته وعجيب في عطفه بل يستحق أيضا حبنا وتوقيرنا وإيماننا وتكريسنا وتسليمنا الكامل أو إن كان الروح هو مجرد تأثير منبعث من الله قوة إلهية غامضة شيء مثل من يتصورون روح الكرم مثلا أو روح الديمقراطية الرأي الأخير غير ناضج وضحل بل حتى سحري وإن كان هذا إيماننا فهو يعرضنا للغرور الروحي لأننا سنكاد نتمشى بفخر وكأننا طبقة مسيحية أعلى وننظر للآخرين باحتقار بينما إذا فهمناه على أنه غير محدود في سلطانه ومجده وعظمته وقدرته وحكمته وقدسته وأنه كشخص متفق مع الآب والابن أن يأتي ويجعل مقر سكناه في داخلنا ويجعل حياتنا ممتعة هذا سيجعلنا نخر على وجوهنا ونستمر هكذا في اتضاع أتتابعون؟ إذن من يرون الله كمجرد تأثير من يرون الروح القدس كمجرد كيان إلهي أتعرفون ماذا سيقولون دائما؟ أريد المزيد من الروح القدس أما من يفهمونه على إنه شخص عجيب وقدير سيقولون كيف يمكن أن أعطي نفسي له أكثر ولن تمشي بغرور روحي بسبب شعورك بأنك حصلت على المزيد من شخص آخر بل تكون مدركاً كيف أعطي نفسي لهذا الخالق العجيب أكثر وأكثر وأكثر أمين؟ أحد الأسباب التي تجعل البعض يفهمون روح الله على أنه مجرد تأثير أكثر منه شخص هو أنهم يعتبرونه شيئاً هذه الروح يقولون هذه لو كنت قد أخذت دولاراً على كل مرة طوال خدماتي الروحية لثلاثين عاماً كل مرة سمعت فيها الروح القدس يشار إليه كشيء لكنت ثرياً كثيرون يرون الروح القدس كياناً مقدساً أكثر منه شخصاً قدوساً يريد أن يكون أقرب صديق لك إن تأملوا فقط في الكتاب المقدس وقرؤوه وسمحوا له أن يفتح أمامهم سيدركون أن الروح القدس له عقل روميا ثمانية سبعة وعشرون يتكلم عن فكر الروح أن لديه إرادة كورينثيس الأولى إثنى عشر يقول إنه يوزع المواهب كما يشاء لديه مشاعر كما كتب عن حبه وفرحه في روميا خمسة عشر وغلاطيا خمسة اثنين وعشرين وأفاسس أربعة ثلاثين يقول إنه يمكن أن يحزن وهو يعزي ويتكلم عبرانين ثلاثة إحدى عشر في الواقع هو يتكلم بوضوح تيمثاوس الأولى أربعة واحد يقول ذلك وهو يعلم أنا لا أعرف معلمين بوكمان أعرف أن المعلمين هم أناس يتواصلون يمكن أن يحزن يمكن أن يحزنه أمر ما آفاسس أربعة ثلاثين يمكن أن يهان عبرانين عشر تسعة وعشرين يمكن أن يقاوم أعمال سبعة واحد وخمسين ويمكن أن يكذبوا عليه أعمال خمسة ما هو انطباعنا الأول عن الروح القدس؟ إنه حمامة ولماذا؟ لأنه في الأربعة أناجيل مكتوب أن الروح القدس نزل على يسوع مثل حمامة لكن ألا يمكنني أن أقول شيئا كهذا إنها تجري كالريح إنه قوي كالثور هل يجعلها هذا ريحا؟ هل يجعله هذا حيوانا بأربع أرجل؟ بالطبع لا ولكن هناك من يقول ولكن يجون لقد شبه بألسنة النار أمام عرش الله هل يمكنني أن أخبركم أيضا أنه مكتوب في الكتاب المقدس ورأيت فإذا في وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح بهذه الطريقة وصف يحن يسوع يسوع بالتأكيد ليس حيوانا بأربع أرجل أي خروف بالضبط مثل الروح القدس فهو ليس نارا غامضة مشتعلة أمام عرش الله إذن من هو الروح القدس؟ إنه الأقنوم الثالث للهوت تكوين واحد ستة وعشرون يقول وقال الله نعمل نحن نعمل الإنسان على صورتنا على صورتنا بحسب مثالنا نحن الله لم يقل أعمل الإنسان بل قال نعمل الإنسان إذا نظرت إلى أعمال عشر ثمانية وثلاثين ترى الآب والابن والروح القدس كلهم معرفين بوضوح يسوع الذي من النصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصالف عليهم إبليس الله الآب يمسح يسوع بالروح القدس الثلاثة موجودون عندما تعمد يسوع في نهر الأردن ظهرت ثلاثة أقنيمة كأشخاص مختلفين تماما يسوع ربنا عمده يحنى المعمدان تراه يخرج من الماء والروح ينزل عليه كحمامة وترى الله الآب يتكلم من السماء ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت إذن ثلاثة أشخاص لكنه إله واحد لأن تثنية ستة أربعة يقول اسمع يا إسرائيل يهوى هو إلهنا يهوى وحده ورمية ثلاثة ثلاثين لأن الله واحد هو الذي سيبرر يعقوب 2 تسعة عشر أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل وهناك مثال سيساعدك لتفهم وهو الماء كم شخص منكم يعرف أن الماء يأخذ ثلاثة أشكال مختلفة البخار والسائل والصلب أي الثلج لكن الثلاثة لديهم نفس التركيب الجزئي ثلاثة أشكال مميزة لكنها شيء واحد أتتابعون؟ هذا هو الآب وهذا هو الابن وهذا هو الروح القدس هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org إنه في الواقع أول أقنوم من اللهوت يظهر في الكتاب المقدس تكوين واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض والعدد الثاني كانت الأرض قاحلة وفارغة وكان الظلام يلف المحيط وروح الله يحوم فوق وجه المياه إنه يظهر في تكوين واحد عدد اثنين إذن من هو الروح القدس؟ هذا هو سؤالنا إنه أعجب وأروع وأجمل وألطف وأحن وأرق وأقوى شخص على وجه هذه الأرض ربما تقول جون على وجه هذه الأرض نعم لأنه يجب أن تفهم أن الآب ليس هنا على الأرض إنه على عرشه في السماء يسوع ليس هنا على الأرض أسمع الناس يقولون طوال الوقت يسوع في قلبي إنه جالس عن يمين الله وقد قال الملاك بوضوح في أعمال واحد عشر وأحد عشر وبينما كانوا يحدقون فيه وهو يصعد وقف فجأة إلى جانبهم رجلان يرتديان ثيابا بيضاء فقال أيها الرجال الجليليون لماذا تقفون هكذا نظرين إلى السماء؟ إنه يسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي ثانية بالطريقة نفسها بمعنى آخر سيأتي على السحاب هل أتى على السحاب؟ لا هناك من يظنون ذلك لكنهم في مكان ما حيث لن نستطيع أن نجدهم لكنه على العموم لم يأتي على السحاب بعد إنه عن يمين الله في السماء لأنه عندما كان استفانوس يرجم نظر وراء مجد الله ويسوع قائما عن يمينه كمحب ذلك كيف وقف يسوع ليأتي شهيده إلى وطنه ولكن أتعلمون يسوع هناك منذ ما يقرب من ألفي عام يسوع ليس هنا لا يهمني كم تقول إنه في قلبك إنه الروح القدس روح يسوع المسيح لأن الروح القدس يشار إليه بأنه روح الله الآب متى عشر عشرين يسوع هو الذي قال ليس أنتم الذين ستتكلمون بل روح أبيكم هو الذي سيتكلم فيكم هل تعلم من الذي يتكلم فيي الآن؟ إنه روح أبي لقد تعودت بل وجربت هذا قبل هذا التسجيل أن أجرب أن أعذ عذتي أي شخص وعظ من قبل يعرف إنه أمر بائس لأن هذا مفزع لا أستطيع أن أعذ ولكن بعد ذلك إذ فجأة ماذا يحدث؟ روح أبي يأتي علي وأبدأ وأتكلم بكلمة الله أتتابعون؟ أحبه إنه عجيب لم يتركني جافا أبدا ولم يتركني في الخارج لأجف لا يتركنا ولا يهملنا إنه روح الله الإبن قلت الروح هو روح الله الإبن في ليبي واحد تسعة عشر فأنا عالم أن هذا سيؤدي إلى انتصاري من خلال صلواتكم ومساندة روح يسوع المسيح كيف يعمل الثلاثة معا؟ كورنثس الأولى إثنى عشر من خمسة إلى سبعة تعطينا فكرة عن ذلك وهناك أنواع من الخدمات ولكن نخدم الرب نفسه هذا يسوع وهناك طرق كثيرة يعمل فيها الله وهذا هو الله الآب وتعطى لكل واحد موهبة لإظهار الروح للمنفعة كما ترون ما يظهره ذلك لنا هو كيف يعملون معا؟ إذن عندنا الآب يعمل وهذا في عدد ستة بمعنى آخر أنه يبدأ وعندنا الإبن الذي يخدم وعندنا الروح القدس وهو الذي يظهر لكي نفهم هذا لنقول أننا نريد أن نبني بيتا حسنا إن كنا سنبني بيتا ماذا يحدث؟ تحضرون مهندسا ومقاولا والناس الذين سيبنون البيت العمال صحيح؟ رغم أن هذا مثل بسيط لكنه ينفع الله الآب هو المهندس ويسوع هو المقاول والروح القدس هو العمال الذين يبنون البيت فعليا هو مظهر القليقة لأن يسوع قال في متى 12-28 إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بروح الله أسمعتم ذلك؟ إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بروح الله ولكن لوقى يقول إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بإصبع الله إذن في نفس الموقف متى يكتب روح الله ولوقى يكتب إصبع الله إذن الروح القدس هو إصبع الله يجب أن تفهموا أمرا ما اليونانيون دائما يكتبون بحسب الشكل عندكم تماثيلهم ومثل هذه الأمور الكتاب العبرانيون يكتبون دائما بحسب العمل لهذا السبب هو ليس أصابع فعلية هذا مثل إن أردت أن أوصل لكم كيف هو الروح القدس فيدي تعمل العمل الذي تريد رأسي أن تفعله فهو يظهر كإصبع الله كياد الله كذراع الله فأخرجهم بيد شديدة وذراع رفيعة أي أخرجهم بروحه إذا نظرت إلى مزمور ثمانية ثلاثة إذا أرى سماواتك عمل أصابعك إذن الروح القدس هو الذي وضع بالفعل تلك النجوم في مداراتها وضع القمر والأرض لأنه يقول عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها هو من أظهر كل الخليقة لهذا يرف على وجه المياه منتظرا أن يبدأ المهندس ويخدم الإبن بقوله ليكن نور لأن يسوع هو كلمة الله إذن عندما قيل ليكن نور كان هذا هو الإبن يخدم بما قال الآب أن ينفذ والروح القدس جعل الأمر يحدث أنا أحب ذلك هذا جميل أنتم معي؟ إحدى الآيات المفضلة لدي في الكتاب عن الروح القدس هي إشعياء أربعين عدد اثنى عشر من؟ اسمع هذه الكلمات من قاس مياه البحر براحة يده؟ فكر حمل المحيط في يده من هذا الذي قاس السماوات بشبره؟ فترى الروح القدس وهو يوصف هنا بعمله حسناً من كان كل تراب الأرض بالكيل؟ من وزن الجبال بالقباني؟ ويقول أيضاً من هذا الذي وجه روح الله؟ أو من هذا الذي علمه وصار مشيراً له؟ من أعطاه نصيحة ليتعلم ماذا يفعل؟ لا أحد طبعاً ومن علمه كيف يكون عادلاً؟ من علمه المعرفة ودله على طريق الفهم؟ لا، فها إن الأمم كنقطة من دلو ويحسبون كذرات الغبار على الميزان ها إنه يرفع الجزر على المياه كالغبار الناعم هذا هو روح الرب هل ترى كم هو قدير؟ هل تدرك كم هو قدير؟ تذكرون عندما قلت إنه اتفق مع الآب والابن على أن يأتي ويسكن فينا هذا يجعلنا نسجد على وجوهنا، أمين؟ بالنسبة لخليقة الإنسان تكوين اثنان سبعة ثم شكل الله الرجل من تراب الأرض ونفخ في أنفه نفس الحياة فصار الرجل نفساً حية من فعل ذلك؟ الروح القدس كيف عرفت ذلك؟ لأن أيوب قال في أيوب 33 إن روح الله قد خلقني وإن نسمة القدير قد أحيتني هو الذي نفخ في أنف آدم نسمة الحياة ليس آدم فقط، لكن كل واحد منا أيضاً لأن مزمور 139 يقول أعضائي كلها، اسمع هذا، أعضائي كلها أنت شكلتها، وكسوتها جلداً وأنا بعض في بطن أمي في وقع الأمر، روح الله عمل كل شيء مما نراه مكتوب في كتاب الأمثال الله الذي كون كل شيء هو الذي أظهر رغبة الآب الإبداعية أأنتم معي؟ إذن الروح القدس هو الله بماذا يشار إليه وما هي أسماؤه كما ترد في كلمة الله؟ سمي الروح القدس 96 مرة وروح الرب 28 مرة وروح الله 26 مرة سمي الروح الأبدي وسمي المعين وسمي المعزي وسمي القدوس وسمي الرب وسمي روح الحق وسمي روح المسيح وروح المشورة وروح أبيكم وسمي روح مخافة الرب وروح المجد وروح النعمة لقد سمي روح يسوع المسيح وروح القضاء وروح الإحراق وروح المعرفة وروح الحياة وروح المحبة وروح البأس وروح القوة وروح النبوة وروح الإعلان وسمي روح النصح وروح الفهم وروح الحكمة وأيضا روح القداسة أحب ذلك إنه هو روح الله القدوس فيسوع اعتمد على الروح القدس وقد حبل به بالروح وتعلم بالروح وتقوى بالروح لم يعمل ولا معجزة واحدة حتى تعمد بالروح في نهر الأردن لأن إنجيل يحنى يقول إن أول معجزة كانت في قان الجليل بعد أن اعتمد ونزل عليه الروح كان يقاض بالروح لم يقل إلا ما سمعه من الروح القدس يحنى 14 قال يسوع ما أكلمكم به لا أتكلم به من عندي فالآب الذي يحيا فيه يعمل أعماله لاحظ يسوع لم يقل الآب الذي في السماء بل قال الآب الذي يحيا فيه ما هذا يا يحنى ما هذا تقصد أنه يشير إلى الروح القدس كأبيه ولم لا انظر إلى ما قاله الملاك اليوسف لا تخف أن تقبل مريم امرأة لك لأن الطفل الذي هي حبل به هو من الروح القدس إذن لماذا لا يدعوه يسوع روح أبيه أنتم معي؟ يسوع والروح القدس عملوا معا كواحد جنبا إلى جنب عندما كان على الأرض ويسوع قال ليس في وسع الابن أن يعمل شيئا مستقلا إن كان يسوع قد احتاج تلك الشراكة المستمرة مع الروح القدس حتى يتمم مهمته المهمة المعطاة له من الله فكم وكم نحتاج نحن قوة من الروح لنتمم مهمتنا؟ لا أحد يعرف الروح القدس أفضل من يسوع لذلك نحتاج أن ننظر إليه أولا أي يسوع حتى نفهم جيدا كيف نتفاعل مع ذلك الشخص العجيب من اللهوت لا تقولون أمين؟ لذلك يقول يسوع في يحنى 14-15 إن كنتم تحبونني فستطيعون وصيايا وسأطلب من الآب وسيعطيكم معينا آخر ليظل معكم إلى الأبد هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله الخاطئ لا يستطيع لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيى معكم وسيكون فيكم لن أترككم مثل اليسام فأنا آت إليكم في البداية قال يسوع إن كنتم تحبونني فستطيعون وصياي أليس هذا شيق كمقدمة لذلك يتكلم عن الروح القدس وطاعته وربوبيته وكلمته الأمر الشيق هو ما يقوله بطرس في أعمال خمسة ونحن شهود لهذه الأمور وكذلك يشهد الروح القدس الذي أعطاه الله لأولئك الذين يطيعونه لنتكلم عن ذلك الله يعطي الروح القدس للذين يطيعونه لاحظ أن يسوع قال سيعطيكم معينا آخر انظر إلى كلمة آخر هناك كلمتان يونانيتان تترجمان آخر في العهد الجديد الكلمتان هما هتروس وآلوس حسناً هتروس تعني آخر من نوع مختلف آلوس تعني آخر من نفس النوع السؤال هو ما الذي يتكلم عنه يسوع هنا أريد أن تفهم شيئاً ديفيد تعال ها هو ديفيد ديفيد أعطني هذه حسناً الآن إن أعطيت ديفيد تفاحة وأكلها ثم قلت لديفيد هل تريد أخرى؟ إن أعطيته برتقالة فقد أعطيته فكهة أخرى ولكنها من نوع مختلف وإن أعطيته تفاحة فهي أخرى من نفس النوع هذه هتروس وهذه آلوس يسوع يستخدم أيتهما شكراً ديفيد يسوع يستخدم أية كلمة هنا كلمة آلوس إذن فهو يقول الروح القدس سيكون مثله مثلي تماماً مطابق يقول معيناً آخر قولوا معيناً الكلمة اليونانية هي باركليتوس وهذه الكلمة تستخدم لوصف يسوع عندما يقول لنا شفيعاً عند الآب في يوحن الأولى صاحب 2 هذه هي في الواقع الكلمة التي تصف وظيفة يسوع معنا أنه باركليتوس ما معنى هذه الكلمة اليونانية كانت هذه الكلمة في الواقع تستخدم لوصف المحامي الذي يترافع في قديرة شخص وهي أيضاً تعني مستشاراً شخصياً أو مدرباً خصوصياً كلمة باركليتوس يمكن أن تنقسم إلى بارا وكاليو بارا معناها قريب جداً استخدم بولوس تلك الكلمة بارا ليصف علاقته بتيموثاوس لم يكن هناك من هو أقرب إلى بولوس من تيموثاوس صحيح؟ لقد استخدم تلك الكلمة ليصف قرب تيموثاوس منه أتتابعونني؟ زوجتي ليزا هي بارا لي لا يوجد من هو أقرب إلي على وجه الأرض من ليزا بيفير يمكنني أن أستخدم هذه الكلمة لوصف علاقتي بها أتتابعون؟ كلمة كاليو معناها يشير إلى أو ينادي هذه الكلمة استخدمت كثيراً في الكتاب المقدس عندما كان الرسل يصفون دعوتهم مثلاً عندما قال بولوس أنا مدعو رسولاً للأمم كلمة دعوة مرتبطة بها وتأتي دائماً معها أتتابعونني؟ فإذا وضعتهما معاً تعرف ماذا يقول يسوع يقول إن الروح القدس مدعو أن يكون دائماً بجانبنا ليدربنا طوال مسيرة حياتنا مع الله في واقع الأمر هذه هي دعوته ومهمته وهو يقوم بها باستمرار لأن يسوع قال ليظل معكم إلى الأبد لن يترككم ولن يهملكم هذا جميل يسوع يتواصل معنا بالضبط كما كنت أنا معكم سيكون هو أيضاً معكم أتتبعون؟ كثيراً ما أسمع من يقول آه لو كان لدي فرصة لأمشي مع يسوع كنت سألت أسئلة كثيرة جداً لماذا لا تسأل الروح القدس تلك الأسئلة؟ هل تعتقد أنه كيان أو مجرد تأثير يأتي من الله؟ أم تؤمن بحق أنه شخص؟ إن كنت تؤمن أنه شخص ستسأله لأنك تعرف أنه كلي المعرفة أنتم معي؟ سأقول ثانية أنه من أكثر الأشخاص المهملين في الكنيسة أنتم معي؟ لأنه كم مرة نذهب إلى الكنيسة ولا يذكر أصلاً؟ كم مرة يقضي المؤمنون يومهم ولا يقولون كلمة واحدة لمن هو مدعو دعوة مستمرة في داخلهم أن يسير معهم؟ أنتم معي؟ قال يسوع ما يعصف الذهن في يحنى 16 سبعة لكني أقول الحق لكم كان معهم لثلاث سنوات ونصف وكل ما قاله تم قال يريح هدأ فهدأ قال ستجدون حماراً هنا دون أن يدخل على موقع إي بي وقد حدد لهم أين يجدون الحمار صحيح؟ كان يعرف أنه يوجد لص بينهم وقال هوا حدثت وقال ما سيحدث له في أوروشليم أن رؤساء الكهنة سيسلمونه لأيدي الخطى كل ما نطق به تحقق ثم يبدأ هذه الجملة بعد كل هذا هكذا لكني أقولون حق لكم بمعنى آخر ما سيقوله عاصف للذهن كان يتأكد أنهم يفهمون أنه لا يكذب من لم يكذب ولا يعرف الكذب عليه أن يقول لهم هذا هو الحق يرفق ما هو الجزء الباقي من الآية؟ إن ذهابي سيكون لخيركم ما لم أذهب المعين فاركليتوس لن يأتيكم أما إذا ذهبت فسأرسله ترجمة أخرى أحبها أكثر تقول أفضل شيء لكم أن أنطلق لماذا أفضل شيء لنا أن ينطلق؟ لماذا؟ لماذا؟ فكر لو بقي يسوع لم يكن سيتاح لنا وقت لنتكلم معه أو ليقابلنا سيكون علينا أن نستقل طائرة إلى تل أبيب ونؤجر سيارة ونقودها إلى الجليل إيجاده ليس صعبا لأنه محاط بألفين شخص ينتظرون أن يصلوا له ليسألونه سؤالهم وكان يجب أن ينام أو يأكل فربما يكون عنده أربعة عشر ساعة لنا والناس يأتون بغزارة ليكلموا لكن عندما تفكر في الروح القدس وهو بالضبط مثل يسوع يعلم مثل يسوع ويخدم أمور الله مثل يسوع الروح القدس لا يحتاج أن ينام أو يأكل ويمكنه أن يدير عشرة ألاف حوار في نفس الوقت مع عشرة ألاف شخص لهذا قال يسوع ذهابي سيكون هو لخيركم ففي المحاضرة التالية سنتكلم عن علاقتنا بذلك الإله العجيب ترجمة نانسي قنقر مرحبا في المحاضرة الثانية عنوان هذه المحاضرة هو شخصية الروح القدس حسنا لمجرد المراجعة قال يسوع العبارة مذهلة أقول الحق لكم قال إن ذهابي سيكون هو لخيركم لماذا هو خير لنا أن يذهب لأنه لكي نقدر أن نتواصل معه علينا أن نسافر إلى تل أبيب ونؤجز سيارة للجليل ونبحث عنه ليس صعبا لأنه سيكون حوله الكثير من الناس ثم ننتظر لينتهي الجميع من حديثهم ربما تحتاج شهرين حتى تصل له وتأكد أنك كتبت كل شيء لأنه بعد شهرين ربما تكون نسيت شيئا لذلك يقول يسوع من الأفضل كثيرا أن شخصا مثلي تماما اللهوت الأقنوم الثالث الذي أتى ليمجدني ليظهرني أن يأتي ويظهرني لكم وسننضي قدما اليوم في محاضرتنا ولهذا يقول بولوس الرسول لنا نحن المؤمنين في كورينثوس الثانية ثلاثة عشر أربعة عشر نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا لاحظ قول بولوس الشركة التي للروح القدس معكم جميعا أليس هذا شيقا؟ يعرفنا في البداية بنعمة ربنا يسوع المسيح لم تكن لنا علاقة بالله الآب إن لم توجد نعمة ربنا يسوع المسيح ثم يقول محبة الله ألست سعيدا أن الآب يحبك أن تبنه؟ أنا أفكر في كم أحب أولاد الأربعة وأطفال الصغار أعني أحفادي أنا صغير على أن أدعى جد لذا أسميهم أطفال الصغار فأفكر كم أحبهم وحب الآب لنا كم هو كبير جدا ثم عندما يسكن فيك لأنه أفكر في يسوع ترى نعمته وفكر في الآب ترى حبه الذي أرسل يسوع لكن بعدها يعرف الروح القدس بأمر واحد وهو شركة الروح القدس تكون معكم إذن جملة تكون معكم ما معناها؟ ربما لا تكون معكم موافقون؟ ثم كلمة شركة باليونانية كوينونية سأقول كل المعاني التي وجدتها لتلك الكلمة معناها رفقة معناها عشرة تواصل حميمية مشاركة علاقات اجتماعية شراكة علاقة مساهمة ترابط وثيق متبادل هذه كلمات الكثيرة كلمات قوية سأقسمها إلى ثلاثة أقسام واحد صحبة اثنان شراكة ثلاثة حميمية واحد صحبة كلمة صحبة إن أردت تعريفا لها فهي تعني علاقة ودية وتعني أيضا العشرة تعني ترافق تعني أن يتشاركوا معا أفهمتم؟ أصدقاء رفقاء ماذا سيفعلون؟ يتشاركون يتواصلون معا يتكلمون يشاركون ما يفعلونه أحب لعب الجولف نحن في ملعب الجولف نتكلم معا خاصة مع فريقي أقول لزميلي ما سأفعل أقول هل ترى تلك الرمية؟ سأدخل للكرة وسنتقدم نقطة أتواصل معه لعبت تنس في الجامعة لا يمكن أن تتحدث مع الشخص المقابل في التنس لذا أنا أحب الجولف لأنه يمكن أن تتحدث نمت علاقات أكثر في ملعب الجولف هنا مكان الصحبة وهنا المشاركة لهذا أريد أن تلعب زوجتي الجولف معي لأني أحب أن تكون جانبي فهي بارا لي فهمتم؟ لذلك نتبادل أخبارنا حين أفكر في فريق عملي إنهم أقرب الناس إلي على وجه الأرض بعد أسرتي يأتي فريق عملي دائما نتحدث عن خطتنا ونتحدث عن ما ننوي عمله هذا ما تعنيه الصحبة نتحدث إذا نظرت في أعمالي 22, 22 و23 يقول بولوس وها أنا الآن ذاهب إلى القدس مدفوعا من الروح القدس دون أن أدري ما سيحدث لي هناك إلا واسمع هذه الكلمة الروح القدس يحذرني في كل مدينة من الحبس والصعوبات ولاحظ الروح القدس لم يقل ذلك في مدينة بل قال في كل مدينة إن عرفت أن الحبس والصعوبات تنتظرك ربما ستظل تسأل شريكك في كل مدينة هل غيرت رأيك؟ هل يمكن أن نغير هذا قليلا؟ ولكنه في كل مدينة يقول استعد مرات كان الروح القدس يقول لي ما لا أحب أن أسمعه وظللت أسأله وقالها في كل مدينة قالها لي كل يوم ثم صمت وكأنه يقول لقد قلت لك ما يكفي إذن تلك هي الصحبة إذا نظرت إلى أعمال عشرة وبينما كان بطرس ما يزال يفكر في الرؤية قال له الروح ها إن ثلاثة رجال يبحثون عنك الروح القدس هو من قال لديك بعض الزوار انزل واذهب معهم لدي ما أريدك أن تفعله إذا نظرت إلى أعمال ثمانية تسعة وعشرين الروح لم يقل الله لم يقل أي شيء إلا الروح بالطبع هو الله قال لفيلوبوس اذهب إلى تلك العربة ولازمها أتعرف ما هو الممتع؟ فيلوبوس كان يقود اجتماعا في نهضة في مدينة السامرة ومكتوب أن ملاكا قال له أن يخرج في منتصف الاجتماع ويذهب للسحراء لم يقل الروح القدس قال بل ملاكا قال هل تدركون هؤلاء كانوا يعرفون صوت الروح القدس جيدا حتى إنه عندما تكلم الملاك عرفوا الفرق بين صوت الملاك وصوت الروح القدس لم يقل إن ملاكا ظهر له الملاك تكلم وقال اذهب إلى الصحراء ملاك قال ذلك ولكن عندما وصلنا للصحراء تعرف على من كان قريبا منه كانوا قريبين جدا من الروح القدس روح الله يقول اذهب إلى تلك العربة وفعل ذلك فخلص الخصي الذي كان ثالثا في كل إثيوبيا كم هذا جميل هذا ما أدعوه رفقة وعشرة أعمال ستة عشر ستة واجتاز في فريجية وغلاطية بعد أن منعهما الروح القدس لم يقل يسوع منعهم بل الروح القدس منعهم من الذهاب إلى آسيا ولما وصل إلى حدود ميسية حاول الذهاب إلى بثينية لكن لم يدعهم الروح ترون هذا الاتصال الحادث بين القادة والروح القدس هل يجب أن يتغير هذا؟ هل يجب أن يتغير؟ هل لدينا الآن وسائل أفضل من الروح القدس لخدمة الله؟ هل كانوا بدائيين ونحن لدينا أقمار صناعية وآيفون وآيباد فنستغني عن الروح القدس؟ لا، ليس هكذا، نحتاج أن يكلمنا، كان مؤمن العهد الجديد واعينا جدا للملازمة الله المستديمة له كانوا يتوقعون تدخله في أمورهم كما نتوقع تدخل شخص نقضي معه كل ساعة كل يوم في حياتنا هل تتخيل أن نقضي أنا وليزة طوال اليوم في بيتنا ولا نقول كلمة لبعضنا؟ هذا سخف أنا لا أريد زواجا مثل هذا أنا أحب هذه السيدة وأحب أن أسمعها أريدها فقط أن تتكلم معي لأن أحب أن أسمع صوتها لقد تزوجت منذ ثلاثين سنة ولو كنت أعزابا وهي عزباء كنت سأتتبعها لأنها حب حياتي هذا صحيح ألا يستحق هذا التصفيق؟ لم أمل أبدا أنا في الفنادق منذ أربعة وعشرين عاما ولم أمل أبدا كيف تمل عندما تعيش مع الله؟ في نفس الحجرة أحيانا أتعمد هذا فأقول لا أريد أن أكون مع أحد بل وحد في الحجرة لماذا؟ حتى يمكنني سماع صوته أحب ذلك أنتم معي؟ أستمتع بذلك وأنا شخص أحب أن أكون مع الناس أحب أن أكون معهم أنا لست مثل الشخص ناسك مثل الرهبان الذين يريدون أن يكونوا بعيدا عن الناس أنا أحب الناس لكني أحب الروح القدس أكثر شخص أحب رفقته أنتم معي؟ ثم الكلمة التالية هي الشراكة قولوا شراكة إذا نظرتم إلى كورنثس الأولى 3-9 هذه من أكثر الآيات عصفا للذين في العهد الجديد ماذا تقول؟ فإننا نحن عاملان مع الله أمر مذهل نحن عاملون مع الله كم أحب الترجمة ويماوس التي تقول نحن عاملان مع الله ومن أجله أعمل من أجل الله ومعه يا ربي هذا جميل عما يتكلم عن الشراكة اسمع ما قاله الرسل عندما كتبوا رسالة لمؤمني الأمم فقالوا فقد استحسن الروح القدس ونحن يمكنك أن ترى الشراكة تعمل هنا هل تراها؟ أظهر القادة بوضوح رأي الروح القدس ورأيهم في هذا الموقف كلاهما شارك في اتخاذ هذا القرار تشاركوا في عمل ملكوت ترى انعكاس هذا في العهد القديم ترى الله آتيا إلى إبراهيم عند أشجار البطن الله يرى إبراهيم كشريك الله وإبراهيم يسيرني على الجرف والله يقول له أنا أفكر في تدمير تلك المدن ما رأيك يا إبراهيم وخاف إبراهيم لأن ابن أخيه هناك فحاول حتى إلى عشرة وتعرفون القصة ولكن الله فعلا يأخذ رأي إبراهيم هل أفعل ما خططت أن أفعله دون أن أقول لإبراهيم شريكي هذا ما يفعله الشركاء يتكلمون عن أمر كبير سيفعلونه أنا وليس نتكلم عن الخطوات الكبيرة أرون هنا وأرس هنا نتكلم عن الخطوات التي سنتخذها لأننا شركاء أترون ذلك هذا ما فعله الله مع إبراهيم هنا وموسى أيضا نفس الشيء الله قال أمورا لموسى وفي الكتاب المقدس هناك مرتين بسبب ما رد به موسى غير له رأيه هذه انعكاسات العهد الجديد لكن يجب أن أقول شيئا إبراهيم وموسى لم يكون مثلنا كان هذا يحدث مرة كل فترة نحن نأخذه باستمرار نأخذه طوال الوقت أنت تتبعون؟ لهذا السبب هذا أفضل لنا لأن شريكنا لا ينام استيقظت في الثانية والثلث صباحا ولم أرجع للنوم لأنني كنت متحمسا لهذا اليوم لرؤيتكم وللوعظ ولرؤية ما سيفعله الروح فتكلمت مع شريكي كان مستيقظا هذا مذهل لم يقول جون لماذا إقصتني ليسا كانت ستقول ذلك ستقول لماذا توقذني فأقول أريد أن أتحدث وجربت ذلك من قبل ولم ينفع لأنها تحب أن تنام وأنا أحب أن أنام ولا أحب أن توقذني كنا نفعل ذلك في بداية زواجنا وتعلمنا لا 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 تفعل ذلك تقول أنت صاحن فأقول لأنك أقضتيني يجب أن أذهب للعمل بعد ثلاث ساعات لكنه كان صاحيا عندما استيقظ تكلم معي عن اليوم وعما سيحدث أتتابعون كان مدهشا ليس لدينا ما كان لدى إبراهيم جاء الله وأكل معه قبل أن يتحدث هذا اللي يحدث معنا هو معنا طوال الوقت أعمال عشرون ثمانية وعشرون فاحرصوا أنفسكم وكل الرعية التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليها أسمعتم ذلك؟ الروح القدس جعلكم مشرفين على هؤلاء الناس لم يقل يسوع جعلكم مشرفين فاحرصوا أنفسكم وكل الرعية التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليهم أرأيتم؟ كانوا مدركين للروح لأنه هو الموجود على الأرض ويسوع في السماء أتتابعون؟ حسنا وبينما كانوا يخدمون الرب ويصومون أعمال ثلاثة عشر قال الروح القدس خصصوا لي برنابا وشاول لكي يقوم بالعمل الذي دعوتهما إليه إنه معرف بشكل واضح ليس يسوع بل الروح وبعد أن أرسلهم الروح القدس أعمال ثلاثة عشر لكن سأقول شيئا الأمر أعمق من الشراكة فكلمة كوينونية تتضمن ترابط وثيق متبادل هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org لنفكر في الترابط الوثيق المتبادل حسنا سأخبركم عن شبابي حين كنت مراهقا وربما أصغر قليلا إن قلت بول مكارتني في ماذا ستفكر رينغو ستار جورج هاريسون وجون لينون البيتلز كان البيتلز في الستينات حتى بعد أن انقسموا في الستينات وحتى اليوم إن قلت لأحدهم فوق عمر الخمسين إن قلت البيتلز ففي من سوف يفكر رينغو بول جورج وجون حسنا ومن أفلام المفضلة المهرجون الثلاثة إن قلت كيرلي أفكر في مو ولاري من السقيف أن تتخيل فيلما فيه مو فقط بدون كيرلي ولاري لأنه يوجد هذا الترابط الوثيق المتبادل أتتابعون؟ وهذا هو ما تعنيه كونونية أتذكر حين تقابلت مع دكتور شو يرعى دكتور شو أكبر كنيسة في العالم وهي في سول في كوريا الجنوبية واستضفت دكتور شو مرتين في أمريكا ومرة لعبت الجولف معه وأتذكر اليوم الذي كان قبل ذلك حين مررت عليه لأخذه للاجتماع كنت سأخذه في طريقي وحين دخل ليجلس وكأن الله دخل سيارتي وفجأة وأنا لست من النوع الباكي وعائلتي تعرف ذلك عني جيدا لكني انخلطت في البكاء والدموع انهمرت أردت أن أكون وقورا حين أقول ذلك لكني قلت للدكتور شو الله في السيارة فقال أعرف ثم لاحقا فكرت بعد هذه الحادثة كم يكتب كثيرا عن الروح قدس فهو يصلي في الروح لساعتين يوميا وتسعون بالماء من صلاته هي بالروح ولاحقا قال إنه يصلي أربع ساعات يوميا وأغلبها صلاة بالروح قدس لذا فحين دخل السيارة دخل الرب معه أترون؟ أتذكر كاثرين كولمن حين قامت اجتماعا في نيويورك وكان على منظمين أن يخرجوها من الاجتماع كانوا في فندق فكان لابد أن تمر من المطبخ لتصل للمسعة حسنا وقد كانت طهات يعدون الطعام ولم يكونوا يدرون أنها تمر بينهم وفجأة ارتموا على الأرض لم يكونوا يدرون أنها قادمة سقطوا على الأرض من قوة وحضور الروح لأنها كانت على علاقة وثيقة به إذ قد أحبته حبا شديدا أتتابعون؟ هناك الكثير من الأزواج والزوجات في مجال الخدمة وحين ترهم هكذا هم هكذا وهناك خدام حين تراه فأنت تراها أتعلمون لماذا يسألني الناس كثيرا عن ليسا؟ لأني حين أعظ أقدم للناس صورة عنها أخبرهم كم هي جميلة أخبرهم كم أحبها كثيرا أتحدث عنها حين أعظ فيقول للناس كثيرا كيف حال ليسا؟ كيف حال ليسا؟ لأنك حين تفكر في جون تفكر في ليسا وحين تفكر في ليسا تفكر في جون لأنه يوجد ترابط وثيق متبادل وهذا ما يجب أن يحدث مع الروح القدس إنه من المحزن أنك حين ترى بعض الخدام تفكر ما اسم زوجته ولا تعرف أترون لأنه لا يوجد ترابط وثيق متبادل أتفهمون ما أقوله؟ كيف يحدث الترابط الوثيق المتبادل؟ إنه ينمو تسعى وراءه آمين؟ أتتابعون؟ حين تكرم الروح القدس تتحدث معه تقضي الوقت معه عندها ستتمتع بالارتباط الوثيق اكتشفت أني حين أتكلم معه يظهر أتذكر حين وعدت في كنيسة بها خمسة آلاف عضو وكنت أعظ عن معمودية الروح القدس والملء بالروح أعتقد أن خمسمائة شخص انتلأوا من الروح القدس في الكنيسة كان صباحا مميزا حقا وأتذكر هذا الراعي في مساء الأحد كان المفترض أن أتلقى الكلمة بعض النصف الساعة ولم أتمكن من ذلك لساعتين كاملتين كان راعي الكنيسة هذا رجلا رياضيا قوي الملامح لم يكن ضعيفا أتى والدموع تنهمر على وجهه وقال لم أختبر حضور الله هنا بهذا الشكل من قبل فقلت أتذر لماذا؟ قال لماذا؟ قلت لأننا تكلمنا عن الروح القدس في الصباح وحين نتكلم عنه يظهر وحين يظهر ماذا يفعل؟ يمجد يسوع إنه يحب أن يمجد يسوع وفي كل ما يفعله أن يتكلم عن يسوع إنه يحب ذلك أتتابعون؟ لذا إن أردت حقا أن تعرف يسوع عليك أن تعرف الروح القدس والآن انظروا تمهلوا أنا أعرف أنا أعرف وسأقول اسم لاعب كرة السلة الذي تعرفونه جميعا أعرف كوبي براينت حسنا لأن الإعلام قدمه لي والناس يحبونه لكن إن صرت في الشارع بجانب كوبي براينت لن يعرفني وربما أجد شخصا غير الشخص الذي كنت أتخيله لأني لا أعرفه أنا فقط أعلم ما يقوله الناس عنه وهذا ما يحدث مع الكثيرين في علاقتهم بيسوع فهم يتكلمون عن يسوع من خلال الآيات والكتاب المقدس لكنهم لم يتقبلوا مع روح القدس إنه روح يسوع أتتابعون؟ هناك من يعرفون يسوع وسأخبركم عنهم أتذكر حين كنت أرافق الوعاظ الضيوف في كنيساتي في الثمانينات وكان منهم من يعرفون يسوع حقا أتذكر هذه المرأة وتدعى جين ويلكرسون وكانت بهذا الطول وفي السبعينات من عمرها وشعرها أبيض إن صلت من أجلك يقف شعر يديك ودخلت سيارتي مرة وكما حدث مع الدكتور شو كان فمي مفتوحا بشدة من الدهشة وكأن فك التسق برجلي طول مدة توصيلي لها فعرفت هذه لا تعرفوا عن الله بل تعرفوا الله لأنها تعرف الروح قال الفرسيون نحن نعرف الآب فمن أنت يا يسوع كانوا يريدون علاقة مع الآب بدون يسوع قالوا نحن أبناء الله أرادوا أن يعرفوا الله من خلال العهد القديم قال يسوع ألا تفهمون من رأاني رأى الآب هناك مؤمنون يريدون أن يروا يسوع بدون الروح وهم لا يفرقون عن الفرسيين الذين يريدون معرفة الله الآب بدون أن يعرفوا يسوع المسيح أتتابعون؟ قال يسوع لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا لو عرفتم الروح القدس لعرفتم يسوع كان يقول ليس الآب هنا هو في السماء إن عرفتموني ستعرفون أبي لأننا واحد إن عرفتم الروح القدس الأقنوم الذي هنا ستعرفون يسوع سأقول لكم شيئا بأمانة أنا وليس نخدم منذ ثلاثين عاما هذا العام هو عامنا الثلاثون أتعلمون؟ دعوني أقول من يعرفون يسوع أكثر هم من يعرفون الروح القدس هذا مذهل لم أرى أي استثناء لهذا فلنرجع إلى المكتوب في كلمات الرسالة التي أرسلها الرسل في أعمال 15 والتي ذكرناها قبلا أتذكرون حين قالوا فقد استحسن الروح القدس ونحن كانوا قريبين جدا فعرفوا شعوره دون أن يتكلم لم يقولوا الروح القدس قال أن نخبركم أن لا تأكلوا لحما مذبوحا لوثل ولا تشربوا الدم ولا تزنوا لم يحدث هذا لأن الروح القدس لم يخبرهم قالوا استحسن الروح القدس ونحن كانوا يعرفونه لم يكن عليه أن يتكلم في ذلك الموقف أحيانا أستطيع أن أخبرك عما تريده ليسا بفيردون أن تخبرني لأني معها منذ ثلاثين عاما حين تقول لي سأقدم اللحم والبيض والحبوب هذا الصباح أقول لك أتعرف شيئا ليسا لن تريد اللحم لم أكلم ليسا لم أذهب إليها وأقول ليسا هل تريدين اللحم لم أحتاج لذلك لأني أعرف أنها لا تحبه لم يحتاج كلمة مباشرة من الروح الناس يستخدمون اسم الله باطلا عندما يقولون قال الروح القدس وهو لم يقل لم يتجرأ هؤلاء الرسل أن يكتبوا الروح القدس قال لا تأكل دما لا تأكل لحما مذبوحا للأوثان لا تزن لا تعبد الأوثان لم يقولوا ذلك قالوا استحسن بولوس فعل نفس الشيء بولوس كتب نصف إصحاح في كورونثوس ماذا قال؟ قال أما رأيي فهو أنها ستكون أسعد حالا إذا بقيت كما هي وأنا أعتقد أعتقد أيضا أن روح الله فيها كان يعرف الله الروح القدس جيدا لم يقدر أن يقول يقول روح الله يقول الرب لكن أعتقد أن روح الله فيها هل تتابعون؟ حتى تكون في حميمية يجب أن تعرف شخصية من تريد أن تقترب منه أصحيح؟ هذا يعزز شركتنا ويعمقها يجب أن نعرف شخصية الناس صحيح؟ أتعرف أنك تعامل الناس بطرق مختلفة أنا أعامل أديسون غير أوستن غير آلك لأن شخصياتهم مختلفة ولم أعرف ذلك لمدة طويلة عملتهم جميعا بنفس الطريقة ووقعت في أخطاء كبيرة لأني لم أعرف شخصياتهم المختلفة وكيف يتفاعلون ليسا كانت تعرف ودربتني وعلمتني ذلك هل تتابعون؟ إذن مرة أخرى الروح القدس شخص في يحنى 14 في أول 16 عددا يستخدم يسوع الضمائر هو والهاء 19 مرة متفقين؟ إذن هو شخص لقد توصلت إلى اكتشاف ساعدني كثيرا في التفاعل مع الروح القدس حسنا هذا الاكتشاف ساعدني وأتمنى أن يساعدك لكن هذا الاكتشاف هو في اليونانية هناك ضمير يستخدم للرجال والنساء هذا غير موجود في لغتنا لدينا هو وهي وضمير الأشياء والحيوانات هو يشير للولد وهي للبنت لا يمكننا أن نقول ضميرا واحدا للولد والبنت ويجب أن نقول هم للأولاد وهنا للبنات اليونانيون لديهم ضمير يمكن أن يستخدم للذكر والأنثى وهو ضمير حيادي يشير إلى الإنسان وليس الأشياء وهذا هو الضمير المستخدم في الأصل اليوناني ليس هو بالتحديد ولا هي بالتحديد إنه ذلك ضمير المحايد وهو يشير إلى شخص الآن أول كل شيء أريد أن أقول أنا لا أقول إن الروح القدس أنثى اخرج هذه الفكرة من ذهنك لا أقول إنه إلهة أتفهمون لكن هل يمكنني أن أسأل من كان موجودا أولا الله أم البشر الله كتابي يقول خلق الله الإنسان على صورته ذكرا وأنثى مما يعني ماذا إن كان قد خلقهم على صورته ذكرا وأنثى هذا معناه أن الصفات الأنثوية هي في الله صحيح إن قال خلقهم على صورته ذكرا لما قلت ذلك قال ذكرا وأنثى فهمتم إذن عندنا الآب وعندنا الإبن هل يمكن أن يكون الروح القدس لديه بعض الخواص الموجودة لدى الأنثى أنتم معي أردت أن أتأكد أن أنا متفقون على ذلك هناك سبب يجعلني أقول هذا لم أكن سأقوله إن لم أعرف أنه سيساعدكم سبب قولي هذا هو إنه سيساعدك أن تتصل به أنا أقول به لأنه ليس لدينا ذلك الضمير المحايد لو كان لدينا كنت استخدمته إذن لماذا أقول ذلك؟ لماذا؟ حين تزوجت لدي أب محارب قديم 93 عاما الآن وأحبه جدا لكن أبي لم يجهزني للزواج من امرأة قال بوترس هذه الجملة عاملوا زوجاتكم بتفاهم صحيح؟ فبدأت الزواج وأنا أعامل ليسا كرجل حسناً لأن ليسا هي حب حياتي وقد كانت أول صديقة حقيقية لي أعاملها كأنها رجل لم ينفع هذا أبدا كلكم تعرفون أو أغلبكم ومن لا يعرف يجلس معي لو كنت من فريقي وسأشرح بعض الاختلافات بين الذكر والأنثى من أجل هذا كان يجب أن أتعلم كيف أتكلم معها دعوني أعطيكم مثلاً مع أولادي في بعض الأحيان كنت أتواصل معهم بقصوة كنت صعباً وقاسياً لم يكن يصح أن أكلمهم هكذا ثم أنظر إلى أحد أولادي لنقل أديسون وأقول أديسون أنا آسف وماذا يقول؟ سامحتك يا أبي ويكون كل منا صافياً من المتضايق؟ أمه متضايقة ليومين أعقت شركتي مع ليسا ليومين إذ بعد ثلاثة أيام تقول لازلت مصدومة من طريقتك مع ابني وهذا صحيح أنا أتفهم ذلك أفهمتم؟ مكتوب في أفسس ولا تواصل إحزان روح الله القدوس الكلمة اليونانية إحزان هي لوبيت ل-u-p-e-t حسناً ومعناها أن يكون حزيناً أو يجعله يحزن أو يجعله يأسف تأتي من الكلمة اليونانية لوبيت التي تعني ألم نوع من الألم أو الحزن يمكن أن يختبره فقط شخصان يحبان بعضهما البعض بقوة أنتم معي؟ يحبان بقوة هل أقرأ الجزء الكتابي في سياقه؟ لا تخرج كلمات غير لائقة من أفواهكم بل فقط ما يصلح لبناء الآخرين حسب الحاجة ولفائدة السامعين ولا توصلوا إحزان أي الحزن العميق روح الله القدوس فهو الذي به ختمتم مملكين لله ثم يقول ازعوا من داخلكم كل مرارة وسخة وغضب وصياح وإهانة وكل خبث كونوا لطفاء وشفوقين بعضكم نحو بعض المستعدين لمسامحة الآخرين كما سمحكم الله إن أردت ليلة جيدة مع زوجتي فلأكن لطيفا مع أولادي لأنه إنقصت ليس على أولادي أقول أسامحك حبيبتي انتهينا وإن قصوت أنا عليهم تتضايق يومين أتتابعون؟ حسنا ذكرت هذا لأن معظم السيدات هكذا من أين تأتي هذه المواصفات في رأيك؟ خاصة بولوس لا يقول لا تحزنوا أي تكئبوا يسوع ولا يقول لا تحزنوا الآب لا تحزنوا الروح ها هي جملة أخرى مؤيدة لذلك يمكنك أن تتحدث عني بالسوء لكن إن سأت إلى زوجتي تصبح في مشكلة يقول يسوع يقول هذا من يتكلم بشيء ضد ابن الإنسان يغفر له وأما من يتكلم بشيء ضد الروح القدس فلا يمكن أن يغفر له أليس شيقا أن الله الآب وضع حماية خاصة على الروح القدس؟ ليس على يسوع ولا الله الآب نفسه قال لا تمسوه لماذا؟ لأن الروح القدس يمكن أن يحزن ألازلتم معي؟ ألازلتم معي؟ أذكر سببا آخر؟ عندما يتأذى طفل إلى من يجري؟ إلى أمه هناك دول هواي واحدة منها لديهم سياسة الآن حين يحتاجون أن يقبضوا على مجرم صغير السن فأول شرطي يدخل هي امرأة لأنهم اكتشفوا أن الأحداث يستجيبون لمواساة المرأة وسينفتحون أكثر وسيستجيب لمواساة تلك المرأة وماذا يسمى الروح القدس؟ المعزي ألازلتم معي؟ أعطيكم سببا آخر؟ حسنا، الروح القدس يعرف بروح الحكمة وهي تذكر بالمؤنث ثمانية مرات في الأمثال لا تفهمني خطأ، الحكمة تشكلت هذا في أمثال ثمانية اثناني وعشرين الروح القدس شكل كل شيء أليس شيئا أن تضع الحكمة بالمؤنث ثمانية مرات في الأمثال؟ أكرر، أنا لا أقول الروح القدس مؤنث سأخبركم كيف فعل الروح القدس أراه مثل داود هل لاحظت كم كان لقيقا؟ كم كان حساسا؟ كم كان حنونا؟ عندما مات أبشلوم كان يبكي رغم أنه كان يكلف الجيش أن يتعقبه أليس كذلك؟ إذن داود محارب ولكنه رقيق وحساس يتعبد ويبكي طوال الوقت الروح القدس هو روح القوة إنه كلي القوة لكنه رقيق حتى إنك يمكن أن تجرحه اليومين فقد تعلمت وسأكون صادقا هذا شيء جدا الأسبوع الماضي منعت التلفزيون عدم مباراة نهائي كنت في شركة مع الروح القدس دفنت نفسي في الصلاة وقراءة الكتاب الأسبوع الماضي وبعد أن أخذت كفاياتي خرجت إلى حجرة المعيشة كان أولادي يشاهدون فيلما محترما لم يكن سيئا لقد شاهدته في الطائرة ذات مرة ودخلت الحجرة بالضبط أثناء مشهد فيه رجل يتم قتله ثم شعرت حرفيا بحزن الروح القدس بدأت أتأوه سأخرج من هنا وخرجت وقلت آسف آسف أنا آسف آسف جدا كنت حساسا جدا له أدركت إنه إن أكملت الفيلم كان سيصمت وتعرفون ليس موجودة وحاضرة أعرف أني ضايقتها يجب أن أكمل خلال اليومي التليامي وأرجع الراحة وأرجع الثقة أيضا إنه ليس ماديا إنه يصمت تماما لا تعرف إنه قد أحزن وفقط لأني كنت حساسا جدا أدركت يا ما هذا سأخرج ثم قلت آسف جدا آسف جدا هل تفهم أن الروح أقام إقامة دائمة فعندما تدخل فيلما مثل هذا تأخذه معك إله الكون الذي لا حدود لقلسته أو نقائه أو قدرته أو حكمته تأخذه معك هناك من يدعى روح الله القدوس تأخذه معك لأنه أقام عهدا لن أتركك إن أجبرتني على هذا سأتي معك لأني ملزم بك ولكن سأصمت إن انتهرت ولا تفهموني خطأ أنا أتكلم بقوة وأؤمن بذلك يسوع تكلم بقوة وقال لتلميزه أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف وقال لستم تعلمان من أي روح أنتم وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان ليس خطأ أن تتكلم بقوة كقائد لكن إن تكلمت بقصوة ليس فقط هي من تحزن هو يحزن ثم أقول يا رب يا رب أرجوك 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 سامحني فيغفر لي وأغسل بدم المسيح لازلت ثابتا مع الله لكن علي أن أصلح الصحبة أحزنته تكلمت مؤخرا بقصوة مع أحد أولادي وفي كل مرة أدخل مخدعي في اليومين التاليين أتذكر هذا لم تكن دينونة لقد أحزنته أحزنته تكلمت بقصوة مع أحد أولادي وكنت مخطئا وحاولت إصلاح الأمر بعد ذلك وأما عن ليسه احتجت أياما لأضبط الأمور معها أنا أساعدكم لتفهموه هو لطيف لطيف ورقيق وحساس وحنون ومعزي كالمرأة لكنه قوي كمحارب روح القوة أنتم معي؟ هل استفدتم؟ هذا شيء يوجد أمر آخر ساعدني على فهم ذلك عرفت أنه إن أردت علاقة عميقة مع عليسة سأتكلم عن ما تحب هي حين أكسب مباراة في الجولف حبيبتي لقد كسبت المباراة فيقول ابني احكي لي عن كل هدف واحكي لي عن كل ضربة ويريدونني أن أحكي القصة كلها لكن ليس تقول جيد لكن احكي لي عن حوارك مع ذلك الرجل لأن ما يهمها العلاقة فتكلم عن الكنيسة وتكلم عن العلاقات مع الروح القدس فتجذب انتباهه أنتم معي؟ متابعون؟ آمين موسيقى 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 مرحبا في محاضرة جديدة سنكمن من حيث كنا نتكلم دعوني أراجع بعد ما قلناه قال يسوع إنه مضى لخيرنا لأنه إن لم يمضي لن يرسل الروح القدس لو كان بقى كنا سنسافر إلى إسرائيل ونقف في الطابور وربما بعد شهرين نتكلم معه الآن مع الروح القدس نقدر أن نكلمه كل يوم لهذا قال الرسول بولوس قال صحبة أو شركة الروح القدس تكون معكم شركة بليونانية كوينونية التي تعني رفقة وعشرة تواصل حميمية مشاركة علاقات اجتماعية شراكة علاقة شراكة ترابط وثيق متبادل نقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية مختلفة الفئة الأولى الصحبة الفئة الثانية الشراكة والثالثة وأنا متحمس لها في هذه المحاضرة هي الحميمية أولا الصحبة وهي تعني علاقة صداقة تعني المشاركة معرفة أخبار الآخر نرى أقوالا مثل ما قاله بولوس إن الروح قال له في كل مدينة عن حبس وصعوبات تنتظره نرى من يمنعهم الروح القدس من الذهاب لمدن معينة نرى موقفا قيل فيه الروح القدس قال لفيلوبوس اذهب إلى تلك العربة ولازمها الكلمة الثانية الشراكة الشراكة تعني هذا تعني أن تعملوا معا تعني أن تكونوا زملاء إنه الشريك الرئيسي في مسنجر الدولية أبدأ اجتماعات المجلس بالقول الروح القدس هنا نرحب به أنت الشريك الرئيسي هنا وأنت الذي ستعلن النقاط لأنك أنت الرب الأعلى لهذه الخدمة ورب حياتي وعائلتي آمين الشركاء يعملون معا لننظر إلى كورينثس الأولى ثلاثة تسعة فنحن عاملان في خدمة الله هذه جملة عاصفة للذهن الرسل يعرفون الروح القدس جيدا فيقولون فقد استحسن الروح القدس ونحن استطاعوا أن يمثلوه دون أن يتكلم عرفوه جيدا ثم لننظر إلى الناس الذين أرادوا علاقة مع يسوع بدون الروح القدس مؤسف لأن هذا يجعل المسيحية تجافة جدا لا يتعرفون على الشخص بل على رمز تاريخي في كتاب قبل أن أرتبط بالروح القدس كنت أقرأ كتاب وأفكر أنا أحب الله من كل قلبي ولكن هناك جفاف الكتاب لم يعد جافا أبدا منذ أن جاء الروح القدس ليسكن في حياتي والأمر أعمق من الشراكة إنه ترابط وثيق متبادل تكلمت عني أنا وليسا وعلاقتنا وأحب حقيقة أنه حين يسمع جون بيفير تذكر ليسا بيفير تسمع ليسا بيفير فيسمع جون بيفير مثلما تسمع مرنما من فريق معين فتتذكر هذا الفريق أو إن سمعت اسم قص معين تتذكر اسم الكنيسة التي يرعاها نعم ترابط وثيق متبادل وأعمق عندما تتواصل مع الروح القدس وتكون شريكا معه وترفقه ما يحدث هو الناس تدرك شراكتك معه هناك خدام للإنجيل ويجب أن أقول عندما أراهم أدرك أنه توجد شراكة حقيقية مع الروح القدس تشعر بحضوره عملنا شيئا في الكنيسة أنا قلق منه جدا جدا وهو أننا استدلنا الحضور الإلهي بالأجواء أنا أؤمن أننا نحتاج أجواء جميلة في خدماتنا الكنسية وأؤمن أنه في السنوات العشر الأخيرة أنا أرى أن الله راض أنا سعيد بالأجواء التي نصنعها بالأضواء والدخان والعبادة الجميلة ولكن كنت أرى بعض القادة يركزون في الأجواء كبديل عن الحضور الإلهي فلنهتم بالأجواء وبحضور الله أمين أنا لا أحب أن أذهب إلى خدمة وأخرج منها دون أن يشعر الناس ويلمسوا الحضور الظاهرة ليسوع المسيح من الذي يفعل هذا الروح القدس يسوع قال جزء من حياتكم هو أن أظهر لكم ذاتي كيف يفعل ذلك؟ إنه عن يمين الله يفعله بروح يسوع المسيح قولوا أمين إذن هناك صحبة والآن نأتي للحميمية بدأنا الكلام عن الحميمية بأنها يمكن تنميتها فقط بالصحبة التي تكلمنا عنها ولكنها أعمق من الصحبة تصل إلى مشاركة أفكارنا وأسرارنا شهوات قلوبنا أؤمن أنه يمكن أن تكون لك علاقة مع الروح القدس فيها تشتهي ما يشتهي هو وفيها تتعمق في الحميمية والأسرار والأفكار الله له أسرار وهو يشارك فيها أصدقاءه القريبين على قلبه عندما تنمي الصداقة مع الروح القدس يكشف الله أسراره هذا هو ما أتوق وأشتاق إليه هذا يبدأ بالصداقة هذا هو الهدف النهائي للشركة للصحبة روح الله يرغب أن يكون صديقا لك يتوق لأن يرافقك قال الرسول يعقوب هنا في يعقوب أربعة خمسة الروح الذي جعل فينا يتوق بغيرة إلى أي شيء يتوق إلى تواصل حميم معك ومعي أيضا لكنه يتوق بغيرة غيرة معناها لن يحتمل محبين آخرين وإن نظرت إلى يعقوب أربعة يتكلم عن من يكون صديقا للعالم ما هو العالم؟ العالم يسعى وراء شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة تعظم المعيشة هو المراكز كلما ترى العالم تره يسعى وراء المنصب هذا هو تعظم المعيشة العالم يسعى وراء هذا إن كنت تسعى وراء هذا مثل العالم ما يحدث هو إنك تضع عداوة بينك وبين من يجب أن تكون قريبا منه هذا ما يجعله يسكت هذا ما يكتم صوته هكذا ينبغي أن تقال أنتم معي إذن هو يتوق بغيرة ويريدك أنت مثلما لا يحب الرجل أن تذهب زوجته وتكون لرجال آخرين في المدينة ثم ترجع وتتوقع أن يتقرب زوجها منها ويعاملها بحميمية هكذا الروح القدس لن يكون قريبا وحميما لنا إن انغمسنا في العالم أنتم معي لنكن داخل العالم لكن ليس من العالم صدقوني يسوع كان يذهب إلى المجرمين وكان هناك عاهرات يتبعنه في كل مكان وذهب إلى أماكن سيئة جدا ولكنه لم يذهب ليكون جزءا مما يقومون به كان يذهب هناك ليصل إليهم أنتم معي؟ إذن بالنسبة للحميمية في إحدى محاضراتنا عرفنا أن الروح القدس إن أمعنا النظر فيه هو قوي كالمحارب لكنه يحمل بعض السمات الأنثوية أنا لا أقول الروح القدس أنثى لم ولن أقول ذلك إنه ليس إلهة لكن يمكن أن يحزن وهو المعزي مثل الإناث إذا تأذى طفل يجري إلى أمه أولا وهو الذي يحميه الآب والابن الأفضل ألا تسيئ إليه إن أخطأت بحقه انتهيت بالضبط كما يقول الزوج إن أسأت إلى زوجتي انتهيت أنتم معي؟ ففي تكوين علاقتنا معه بحميمية علينا أن نفهم نعم هو رقيق في الشركة وفي الرفقة ولكنه قدير في تجليه عندما ندخل إلى مخادعنا ونأخذ خلوة معه فلندرك أننا نتعامل مع أقنوم اللهوت الأقنوم الرقيق الأقنوم الحساس من يمكن أن يحزن بسهولة إذن حاول أن تفهم شخصيته عندما تدخل لتأخذ خلوتك معه ومرة أخرى أنا لا أقول الروح القدس أنثى الآن سر أخير تعلمته بالنسبة الحميمية مع الروح القدس وهو هذا إن لم تشاركه في الحديث سيصمت لاحظت شيئا سافرت إلى كنائس كثيرة لمدة طويلة وعندما يأخذني السائق أتعرفون إن كانت كنيسة جيدة حيث يدربون العاملين الشخص الذي يصحبني يكون مدربا وأحد الأمور التي يتدربون عليها أن لا يكلمني قادتهم يقولون لا تكلمه إلا إن شركك في الحديث أتتابعون؟ فركبت سيارات من قبل وقصدت ذلك بدأت أسأل سائقي عن عائلته وعن الكنيسة ومنذ متى يحضر لأن أولئك الرجال لن يتكلموا معي إن لم أقول شيئا يمكنني أن أجلس وأعمل حتى نصل ولن يتكلم لأنه تدرب هكذا أرى أن الروح القدس يشبه هذا قليلا لن يشغلك بالحديث إن لم يكن أمرا مستعجلا من يسوع مثل هناك ثلاثة رجال ينتظرونك إنزل لهم أو أريدك أن تذهب وتلازم العربة ولكن إن لم تشاركه في الحديث سوف يصمت إنه ينتظرك لتشاركه لهذا يوجد بعض المؤمنين لا يتكلم معهم الروح القدس فيقولون لماذا لا يكلمني الله هل تشاركه في الحديث؟ هل تفهم شخصيته؟ أتدرك أنك تتكلم مع الأقنوم الثالث من اللهوت؟ نعم هو واحد لا تفرقهم لا تخلط بينهم أأنتم معي؟ إذن تكلم معه ستذهل من كيفية استجابته إن تكلمت معه أتتابعون؟ لهذا يقول الكثيرون الله لا يكلمني لم يكلمني منذ أسابيع وسنوات لماذا؟ لم يشاركوه فهو كهذا السائق لن ينطق فقد تدرب ليقول الخدمة في السابعة ولكن سنصحبك في السادسة والنصف تعلم أن يقول لي ذلك ولكن إن لم أشاركه لن نتحدث فأنا كواعد يجب أن أهتم بمشاركة من يصحبونني في الحديث ليست تفعل نفس الشيء أنا أذهب إلى ماكن فيقولون لي زوجتك مدشة وكذا وكذا تكلمت معنا وجعلتني أشعر أني أهم شخص في العالم هذه زوجتي تشعرك أنك في بيتك حسنا يكمل يسوع تعليماته للتلاميذ في العشاء الأخير واسمع ماذا يقول هذا جميل حقا قال أنا ما زال عندي لكم كثير لأقوله لكنكم لن تحتملوا الآن ها هو يكلم التلاميذ عندي كثير لن تحتملوه لن تستطيعوا التعامل لفت هذا انتباهي وجعل الرادار لدي يعمل لكن حين يأتي روح الحق حسنا سيقودكم إلى كل الحق بمعنى آخر أريد أن أقول أمورا ولا أقدر حين يأتي روح الحق سيقولها أفهمتم ذلك؟ لأنه لن يتكلم من عنده بل سيتكلم بكل ما يسمع وسيعلن ما هو آت وسيمجدني لأنه سيعلن لكم كل ما يأخذه مني كل ما للآب هو لي لهذا قلت لكم إن الروح القدس سيعلن لكم كل ما يأخذه مني تذكر تذكر يسوع قال إنه من الأفضل قولوا أفضل أن يذهب إن ذهابي سيكون لخيركم صحيح؟ الآن نرى الفائدة المستمرة لهذا الأمر في الكلمات التي قرأتها يسوع يريد أن يعلن لهم المزيد ولكنه لا يقدر لهذا قال حين يأتي روح الحق إذن تذكروا معي بعد أن قام يسوع من الأموات عشرة من التلاميذ كانوا في حجرة والأبواب مغلقة وفجأة ظهر تذكر هو ليس روح لأنه قال المسوني فليس للشبح لحم وعظام كما ترون ولكنه مر في حائط هذا يعني أننا سنمر خلال الحوائط في الأجساد الممجدة حسنا إذن التلاميذ مندهشون وتومى غير موجود فياتوا إلى تومى بعدها ويقولون لقد رأيناه نقصد لقد دخل ولمسناه فيقولوا مجانين أقصد هل راجعتم للسكر بالخمر لأن الرب قد صلب؟ رأيتموه لن أصدق حتى أضع إصبعي في يديه ويدي في جنبه لن أصدق ذلك فماذا يفعل يسوع؟ يظهر لهم مرة أخرى بعد ذلك بأيام وهذه المرة تومى موجود حسنا يا تومى تعالى ونحل مشكلتك ضع يدك في جنبي أصابعك في الثقوب أنا حي وتومى يسجد ويقول ربي وإلهي صحيح؟ هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org اسمع ما قاله يسوع تومى لأنك رأيتني ولمستني ومسكتني آمنت هنيئاً لمن لم يروا لكنهم آمنوا كنت أقول يسوع هذا قاس الرجل أصلاً ساقط على الأرض ويقول أرجوك سامحني على عدم إيماني صحيح؟ فيقول له يسوع هذا الكلام شعرت هذا قاس الرجل تائب وقال للرب لم أكن أوبخه كنت أقول حقيقة قال لي كنت أقول إن لم تروني فهذا أفضل لأن علاقتكم بي ستكون أعمق دعوني أشرح ما يحدث هنا هناك ثلاثة مستويات للعلاقة اكتبوا هذا أولاً وهذا أقل مستوى في العلاقة العلاقة الجسدية قولوا جميعاً جسدية حسناً هذا هو مستوى العلاقة الذي للأسف يتزوج على أساسه الكثير من الناس لديها جسم جميل لديه جسم جزاب ويتجاهلون كل الباقي أعرف أننا غير متفقين معاً أعرف أننا لا نتكلم كثيراً ولكن إلهي أحتاج تلك الفتاة ويتزوجان يتزوجان على المستوى الجسدي صحيح ولكن للأسف المستوى النفسي لم ينمو فبعد الزواج بعد أن ينتهي شهر العسل تذهب الاهتماماتها ويذهب هو إلى اهتماماته ويفقد أن تواصلهمها لأنهما تزوج على أساس جسدي هل تتابعونني؟ حسناً المستوى التالي الأعلى وقد ذكرته من قبل هو النفس أو شخصية الإنسان هذا هو المستوى الذي دخل فيه داود ويوناثان قلب يوناثان تعلق بقلب داود وهذا تعليق كتبه كاتب كتاب سموئيل داود علق قائلاً يوناثان يا أخي أنا حزين جداً لذهابك كم كنت حبيبي حبك لي كان أروع من حب النساء لم يكن يتكلم عن علاقة منحرفة مع يوناثان كان يتكلم عن أن نفسيهما تعلقت ببعضهما كان مرتبطين جداً نفسياً لدرجة أن ارتباطهما فاق الارتباط النفسي الذي كان بينه وبين زوجته ميكال الزوجة الوحيدة له وقتها كانت ميكال فقط حسناً أقول هذا هذا هو المستوى الذي نرجو أن ترتبط به الزجاج لا تسيء فهمي الجانب الجسدي مهم أحب ما قاله جوش مكدول الجسد في الزواج هو واحد على 12 منه ولكن يا له من جزء زوجتي جزابة جداً بالنسبة لي وهذا الجزء الواحد على 12 عظيم لكن جوش قال هذه الأجزاء الإحدى عشر الباقية غير جسدية إنها النفس الشخصية وهو ما سأتكلم عنه لذا دعوني أقول لكم بكل أسف سمعنا عن حالات فيها انفصل الزوجين بسبب شخص عرفاه من الإنترنت لماذا؟ سأقول لكم شيئاً كنت أعز ذات ليلة ورجعت إلى مكتبي ووجدت رجلاً معه ستة أطفال اثنان على ذراعي واثنان يشدون رجلي واثنان يجرون من حوله وكان وجه الرجل كئيباً للغاية فقلت أأنت بخير؟ فقال لا قلت ما خطبك؟ قال زوجتي تركتني أنا وأطفالي بسبب رجل من الإنترنت أقامت علاقة نفسية مع الرجل على الإنترنت فاقت العلاقة الجسدية والنفسية التي كانت بينها وبين زوجها وأطفالها لهذا بعض العلاقات التي من بعد إذا بدأت من على بعد قد تكون أفضل الزجيات لأنه لا يكون هناك اتجاه أوه أنظر لعضلاته أو أنظر لجسدها لا يكون لديك ما يقف في الطريق ويمنعك من الذهاب إلى مستوى النفس هل ترون ذلك؟ إذن هذا هو المستوى النفسي أو مستوى الشخصية أعلى مستوى في العلاقة هو المستوى الروحي حسنا هذا هو المستوى الذي كان يتحدث عنه يسوع مع تومة كورينثس الأولى 2.11 يقول هذا لأنه لا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه بمعنى آخر أنت لا تقدر أن تعرف أفكار الإنسان الحقيقية ونواياه ودوافعه إلا من روحه التي فيه صحيح؟ أكثر علاقات حميمية هي روحية لم أدرك ذلك في بداية حياة المسيحية أتذكر أشخاصا كانوا أقرب من ليسا أتذكر في بداية زواجنا كان هناك رجل أصلي معه ونتكلم عن الكلمة باستمرار وقويت علاقتنا حتى أني أحيانا كنت أسمع له أكثر من زوجتي حماقة 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 شديدة حسنا بعد أن كشف الله كم الخطأ الذي في ذلك وتوقفت عنه أدركت يجب أن أقترب منها كنا نحتفل بالعيد الثلاثين لزواجنا الأسبوع الماضي أفضل أوقاتي مع ليسا كانت حين جلسنا عند حمام السباحة وتحدثنا عن كلمة الله وعن هذا منها كنت أشاركها بما وضعه الله في قلبي وهي تشاركني وكنت أستنير جدا يجب أن أصلي معا أتعرفون فريق عملنا يصلون معا في كل صباح لماذا؟ القائد يفعل هذا لسبب أريد أن يكون فريقي مرتبطا روحيا أتتابعون؟ ترتبط بالناس على مستوى روحي عندما تتحدث معهم حول الكلمة وتصلي معهم تسير معهم أتفهمون ما أقوله؟ ولماذا هذا؟ لن تعرف الشخص حتى تعرف روحه يأتي أناس أليا ويتحدثون معي من واقع الكتاب وأعرف أن كلامهم من الذهن لماذا؟ لأنه أمر متعب إن ذهني يرهق ثم يأتي أناس أليا وتكلمون من أرواحهم أكلمهم لساعات أكلم ليسا عن الكلمة ساعات ولا أتعب لماذا؟ كلامها روحي كورنسوس الأولى 2-11 يقول هذا فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه اسمع كذلك أيضا لا يوجد من يعرف أفكار الله إلا روح الله فبالضبط مثل معرفة روح الإنسان تراه يقول كيف ستعرف الله دون أن تعرف الروح لأن لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله ثم يقول لكننا لم ننن الروح العالم بل الروح الذي يأتي من الله لكي نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله أفهمتم هذا؟ قلت أفهمتم هذا؟ ترون بولوس دخل إلى هذا المستوى بولوس قال هذا أيها الإخوة أريدكم أن تعرفوا أن البشارة التي بشرتكم بها ليست من مصدر بشري لم أخذها من إنسان ولم أتعلمها ولكن كشفت لي أخذها من روح الله صحيح؟ إذن بولوس دخل إلى هذا العمق في هذه العلاقة مع يسوع في علاقة عميقة جدا حتى أن بطرس أخيرا كتب رسالة وهو في آخر أيامه يقول بولوس هذا يعرف يسوع جيدا وبعمق شديد أنا لا أفهم بعض كتاباته سأقرأها بطرس الثانية 3.15.16 كما كتب أخون بولوس حسب الحكمة المعطاة له عن هذه الأمور في كل رسائله وبعض منها يصعب فهمها ماذا يحدث؟ بطرس غالبا ما زال يسترجع وقتما كان يتمشى مع يسوع وقتما كان معه في الجسد حين أطعم الخمسة آلاف واستمر يسترجع وهذا يعوقه عن التعمق يسوع قال هنيئا لكم إن لم تروا أو ستتعمقون أكثر معي إن تواصلنا على مستوى روحي أكثر من رؤياتي جسديا فقط إذن الله في صلاحه تعرفون ماذا فعل؟ قال أنا أفهم الجسد يوما ما سيكون لنا جسما روحيا وهذا الجسم سيكون مفديا تعلمون أن جسمكم المادي غير مفدي روحكم مفدية وهي على صورة يسوع ونفوسكم تتغير إنها وسط عملية الفداء ولكن جسمكم المادي لم يفدى هل لحظت أنك تمل؟ تشتري سيارة جديدة وبعد إسبوع تراها قديمة لماذا؟ لأن المادية يتعب المادي لا يقدر أن يتعمق صحيح؟ فيقول الله لن أظهر لهم نفسي ماديا لكن سأريهم أمور الله العميقة بروحي حتى يعرفوني بحق فالله يقول سيكون هناك علاقة من بعيد بيني وبينكم لتعرف قلبي بحق فعندما نصل إلى الزواج يكون زواجا جيدا لأنه تذكر قلت إن بعض أفضل الزيجات هي الزيجات التي تبدأ بعلاقة من بعد الله يقول لا أريد جسدك إنه ليس مفديا لا أريده أن يعوقك فيسوع لا يوبخ تومة هنا بل يقول يا تومة لن تقدر أن تتعمق في معرفتي إن عشت في هذا العالم المادي فقط يجب أن تصل للروح ومن أجل هذا السبب يكتب بولوس من الآن لن نعتبر أحدا بحسب الجسد حتى إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لم نعد نعرف المسيح هكذا نعرفه بالروح روح الله الحي لماذا؟ لأن بولوس يقول فالروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله الحميمة فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه كذلك لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله لكننا لم ننن الروح العالم بل الروح الذي يأتي من الله لكي نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله أسرار قلبه الخفية إلى آخره إلى آخره إلى آخره فإن أردت علاقة عميقة مع الله ولا أتكلم عن وضع غريب تكون فيه عصبيا أتكلم عن معرفة حقيقية لله يجب أن تعرفه من خلال روحه فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان كذلك لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله أراكم الحلقة القادمة اشتركوا في القناة حسناً مرحباً في حلقة هذا الإسبوع التي بعنوان معمودية الروح القدس يا إلهي أنا سعيد بهذا أعمال واحد أربعة وخمسة وذات مرة وبينما كان يأكل معهم أمرهم لم يقل اقترح عليهم لم يقل نصحهم بذلك أمرهم وقال لا تغادروا مدينة القدس لكن انتظروا ما وعد به الآب وهو الوعد الذي كلمتكم عنه فقد عمد يحنى الناس في الماء وأما أنتم فستتعمدون في الروح القدس بعد أيام قليلة لقد نظر لهم يسوع وقال لا تبدأوا خدمتكم لا تبدأوا البشارة بالإنجيل في كل العالم لا تبدأوا الكنائس حتى تلبسوا القوة لابد أن تفهموا شيئاً عند الولادة الثانية يكون الروح القدس داخلنا يقدسنا ويختمنا ننال الضمان نحن أولاد الله لكن حين نتعمد بالروح نحن نمتلئ ونلبس القوة إذن هناك فرق بين المكان والقوة فنحن اليوم سوف نتكلم عن القوة لذا عليكم أن تفهموا قال يسوع عبارة قوية جداً قال لا تفعلوا ذلك من المذهل أنه تكلم إلى 500 شخص وهؤلاء الخمسمائة كما هو مكتوب في كورونتس الأولى أخذوا أمراً أن يذهبوا إلى العلية لكن 380 منهم رحلوا في اليوم الأول ثم الثاني والثالث وحتى السابع ربما قالوا لنرجع ولابني الكنائس هيا بنا لكن 120 انتظروا إطاعة لأمر السيد أن ينتظروا ربما يقول بعضكم بالطبع احتاجوا الروح القدس لأنه لم يكن أعطيه بعد دعوني أوضح أمراً في إنجيل يحنى نفخ فيهم يسوع وقال اقبلوا الروح القدس كلمة اقبلوا في اليونانية تعني اقبلوه الآن ليست توقعاً لما سوف يحدث مستقبلاً وأنا أؤمن أنهم قبلوا الميلاد الجديد حين نفخ فيهم يسوع وقال اقبلوا الروح القدس لكن هنا نتكلم عن القوة لعمل ما يطلب منا يمكننا أن نقول إن الروح القدس يأتي فينا ليقيم العلاقة ويحل علينا ويعمدنا ليمدنا بالقوة على العمل أتتابعون؟ مكتوب وعندما جاء عيد يوم الخبسين كانوا كلهم مجتمعين معاً في مكان واحد فإذا بصوت من السماء يشبه هبوب ريح عنيفة لم يقل إن الروح هو الريح العنيفة بل دخل بصوت هبوب ريح عنيفة وبالمناسبة كان هذا في أول دخول له على الأرض ليملأهم ويقويهم كانت هذه المرة الوحيدة ولكن يمكنه أن يقوم بما يريد وبأي طريقة لأن تذكروا في البرازيل سمعنا صوت هبوب الريح في الشماع يحضره الألاف كان مذهلاً وظل الناس يكتبون لنا عن هذا لتسع سنوات تالية وملأ البيت الذي كانوا فيه وإذا بألسنة شبيهة بنار تظهر لهم تذكروا أنهم تعمدوا بالروح القدس بألسنة من نار لأؤمنوا بوجود نار عن رأس كل منهم كما تحكى القصة الأطفال لقد تعمدوا لقد غمروا وهذا هو معنى المعمودية إنها تعني أن تغمر لقد غمروا بالنار حسناً وإذا بألسنة شبيهة بنار تظهر لهم وتتوزع على كل واحد منهم فامتلأوا جميعاً من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغة أخرى كما مكنهم الروح من أن يتكلموا لاحظ أنهم امتلأوا ثم تكلموا بألسنة لم يمسك الروح القدس بأفواههم ويهزهم ليتكلموا بل بدأوا يتكلمون بألسنة أخرى ما هو اللسان؟ ببساطة هو لغة لا يقدر إدراكك أن يفهمها هذا هو اللسان أتتابعون؟ وكأنني في إسبانيا وأجد شخصاً لا يتكلم بطلاقة فأسأله ما هي لغتك الأم؟ فيقول إيطالية فهي لغة لكني لا أفهمها أنا لا أسأل متكلم بالإنجليزية عن لغته فأنا أعرف ما هي لغته حسناً كان هناك مجموعة من اليهود يزورون القدس في هذا الوقت كانوا من كل أمم الأرض ويتكلمون لغات مختلفة وشعروا بذهول فأتوا ليروا ما كان يحدث وعندما آتوا رأوا هؤلاء الناس غير المدربين وغير المتعلمين يتكلمون بهذه اللغات واللهجات المختلفة فقد كانوا يتكلمون بعضائم الله كانوا مندهشين جداً فقالوا ما هذا الذي يحدث؟ فيقف بطرس وتعرفون عظته الشهيرة التي قالها ذلك اليوم وقال إنهم ليسوا سكارة لأنها اتسعى صباحاً وبدأ يبشرهم بيسوع ثم قال هذه العبارة لقد أقام الله يسوع هذا من الموت ونحن كلنا شهود لتلك الحقيقة وبعد أن رفع إلى يمين الله وتلقى الروح القدس الذي وعد به الآب تذكروا أن يسوع قال في إنجيل لوقة انتظروا موعد الله الآب سكب هذا وانصتوا جيداً هذا الروح الذي الآن ترونه قولوا ترونه وتسمعونه قولوا تسمعونه لاحظوا ترون وتسمعون أريدكم أن تحفظوا ذلك حسناً ثم سأل الجمع ماذا نفعل؟ مكتوب في أعمال اثنين فقال بطرس توبوا ليعتمدوا كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم فتنالون عطية الروح القدس فالوعد لكم أي معمودية الروح القدس هو لكم ولأبنائكم ولكل الأمم البعيدين أي كل من يدعوه الرب إلى هنا إذن فما حدث معهم في أعمال اثنين أن تعمدوا بالروح القدس لم يكن لهم ولأولادهم وحدهم بل لكل البعيدين بل لكل أجيال الكنيسة كل من يدعوه الرب إلى هنا آمين ما سأفعله الآن بسرعة واختصار هو أني سأمر على الأربعة أحداث الأخرى في الأعمال التي نرى فيها الملء والمعمودية بالروح القدس وهناك أمراني أريد أن أذرهما أولا في كل هذه الأحداث والمواقف مع عدى واحد كان هذا منفصلا عن اختبار الميلاد الثاني حسنا حتى مع الموجودين في يوم الخمسين الأمر الثاني هو أن الأشخاص الواقفين سيرون ويسمعون حين يتعمدوا الناس بالروح القدس فلنذهب للأعمال الثمانية ذهب في لوبوس لمدينة في السامرة وبشرهم بالمسيح لقد كان واعدا كلاسيكيا مكتوب أن المدينة فرحت لماذا؟ لأن الشياطين يخرجون ممن كانوا يمتلكونهم كان العرج والمشلولون يمشون كان فرح عظيم في تلك المدينة اسمعوا المكتوبة في أعمال الثمانية لكنهم صدقوا في لوبوس عندما أعلن لهم بشارة ملكوت الله واسم يسوع المسيح إذن فقد صدقوا في لوبوس عندما بشرهم ببشارة يسوع وتعمدوا في الماء رجالا ونساءا وآمل سيمون نفسه وتعمد أريد أن أبدي ملاحظات هنا صدق الناس بشارة يسوع المسيح هل ولدوا ثانية؟ نعم أو لا؟ بالتأكيد حين يقوم شخص بتصديق الإنجيل يقبل يسوع المسيح يتعمد في الماء يصبح ابنا لله صحيح؟ حسنا إذن فقد تعمدوا بالماء وبحسب كلمة الله فقد ولدوا ثانية في ملكوت الله لكن اسمعوا المكتوبة من عدد 14 فلما سمع الرسل الموجودون في القدس بأن أهل السامرة قبلوا رسالة الله دليل آخر أنهم مولودون ثانية أرسلوا بطرس ويحنى إليهم وعند وصولهما صلي من أجل المؤمنين السامريين لكي يقبلوا الروح القدس ذلك لأن الروح لم يكن بعد قد حل على أي منهم إلا أنهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع هذا أمر يلفت الانتباه كان بطرس ويحنى في أوروشاليم أوروشاليم كما عرفت من مصدرين مختلفين تبعد من 35 إلى 42 ميلا عن السامرة لم يكن لديهم سيارات لم يكن ليقفز في السيارة ويذهبان في 45 دقيقة كان عليهم أن يسير للمكان هذه مسيرة ثلاثة أيام أو إن كان لديهم جمل أو حصان أو حمار تكون مدة أقصر إنها رحلة طويلة لكنهم أرسلوا بطرس ويحنى فقط ليمتلئوا بالروح وهذا يبين كم كان مهما للرسل أن يمتلئ الناس بالروح القدس حسناً لدينا تأكيد آخر في أعمال ثمانية من 14 حتى 16 لأنه مكتوب أنهم تعمدوا باسم الرب يسوع ونحن نعلم أنهم تخلصوا لأنه لا يقدر أحد أن يقول يسوع رباً إلا بالروح القدس فقد كان لهم روح الله لكن أن يكون الروح القدس فينا ويؤثر علينا ويختمنا ويقدسنا في الله هو أمر وأمر آخر أن نمتلئ به وأن يفيد فينا وهذا ما جاء بطرس ويحنى من أجله كيف نطلب الروح القدس؟ يقول لنا يسوع في لقى 11 أنتم رغم شركم تعرفون كيف تعطون أبناءكم عطايا حسنة أفليس الآب السماوي؟ لاحظ أن يسوع يقول للآب السماوي أنت بالفعل ابن لله يعطي الروح القدس للذين يطلبونه وقد قال يسوع أن العالم لا يقبل روح الحق ثم نقرأ في أعمال ثمانية ثم وضع أيديهما عليهم فقبلوا الروح القدس أي أن هؤلاء الناس كانوا مخلصين ومولودين ثانية ثم وضع أيديهما عليهم فقبلوا الروح فلما رأى سيمون قالوا رأى أن الروح القدس يعطى بوضع أيدي الرسلين عرض عليهم مالا وقال أعطياني أيضا هذه المقدرة حتى يقبل الروح القدس كل من أضعوا يدي عليه هذه واحدة من المرات وهي قليلة التي لا يذكر فيها أن الناس سمعوهم يتكلمون بألسنة ويتنبؤون لكننا نعلم أن هذا حدث لأن سيمون رأى هذا يحدث وعليك أن تعلم أن حناية الروح القدس فهناك عادة ظهورا واضحا وعادة بحسب الكتب يكون الألسن والتنبؤ وقد كان هذا ملحوظا حتى أن ساحرا وهو قد تخلص بالفعل قال سأعطيكم مالا لتعطوني هذا الأمر أترون هذا؟ وتعلمون ما حدث؟ فقال بطرس لتهلك أنت ومالك صلي إلى الرب لعله يسامحك حسنا فلنراجع ما قلناه أولا كان هؤلاء مخلصين كانوا قابلوا يسوع ثم صلوا ليقبلوا الروح القدس رقم اثنان وعندما تجلى رأوا إظهار الروح هذا حين تعمد الناس وامتلأوا به الحدث التالي هو قصة شاول في أعمال تسعة نعرف أن شاول كان ذهبا لدمشق فكلمه يسوع من السماء وقال له شاول شاول لماذا تطهدني فسأل شاول من المتكلم؟ فأجابه الرب أنا يسوع فقال شاول يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له أن يذهب لدمشق وهناك سيعرف ما يفعله ألاحظ؟ إنه قال يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ حين اعترف بيسوع ربا نولد ثانية أنا أؤمن أن بولوس آمن في طريقه إلى دمشق حسنا لو لم يكن آمن ما كان صام ثلاثة أيام ثانيا حين تكلم الله مع حنانية لأن الروح قال لتلميذ من دمشق اسمه حنانية وقال له اذهب وصلي من أجل شاول ليسترد بصره ويمتلئ بالروح القدس جاء حنانية إلى البيت الذي كان فيه شاول وجاء إلى شاول وتذكروا أنه لا يرى وقال أيها الأخ شاول لم يقل يا شاول بل يا أخ شاول لقد ولد ثانية هذا حدث حين قابل يسوع في الطريق الرب يسوع الذي ظهر لك في طريقك إلى هنا أرسلني لكي ترى ثانية وتمتلئ من الروح القدس إن كنت تنال الملأ بالولادة الثانية فلماذا أتى حنانية ليصلي له ليمتلئ بالروح القدس لم يتكلم شاول بألسنة في أعمال تسعة لكنه قال لاحقا أنا أشكر الله على أني أتكلم بلغات أخرى أكثر منكم جميعا ما تحدث هذا أعتقد أنه حين امتلأ من الروح القدس فلنذهب لكرنيليوس في أعمال عشرة وهو أول من آمن من الأمم كان أصلا قائد مئة كان ضابطا بالجيش الروماني ظهر له ملاك لأنه كان يحب الله لم يكن يعرف الله لكنه كان يعطي الفقراء ويصلي لله فأتى له ملاك وقال له أرسل في طلب رجل يدعى بطرس ألا تلاحظون أن الملاك لم يقل له كيف يخلص بل أرسل في طلب بطرس فأرسل الرجال ليجدوا بطرس الذي كان على السطح ورأ رؤية وقال الله أرسلت هؤلاء الرجال اذهب معهم بلا أسئلة لماذا قال الروح القدس لا تسأل عن شيء؟ لأن اليهود لا يعاملون الأمم لأن ما كان سيحدث كان منافيا للأعراف ما كان بطرس ليتجرأ ليدخل بيت رجل أممي لكنه سيفعل ذلك لأن هؤلاء الرجال كانوا سيأخذونه لبيت كرنيليوس شعر بطرس بصدمة واو أنا أعرف صوت الروح القدس لكني دخلت بيت أممي فقال بطرس حسنا رأيت الملاك إذا ساعد فابتدأ يعذو عن يسوع أتعرفون ما المذهل تكلم فقط خمس فقرات وحل الروح القدس على كرنيليوس وبيته مكتوب وبينما كان بطرس ما يزال يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على كل الذين كانوا يسمعون الرسالة فدهش المؤمنون اليهود الذين جاءوا مع بطرس لأن عطية الروح القدسي قد انسكبت على غير اليهود أيضاً فقد سمعوهم يتكلمون بلغة مختلفة ويصبحون الله هذه هي الحادثة الوحيدة في الكتاب التي فيها الله يعمد شخصاً بالروح القدس ويخلصه في نفس الوقت عندي أسبابي وأؤمن بهذا يمكنك أن ترفضها لكنها عندي تذكروا أنك حين تصلي لشخص ليخلص لا ترى إظهاراً مرئياً كان بطرس يقول لا يمكن لهم أن يخلصوا إنهم أمم فقال الله يجب أن أتغلب على تفكير هؤلاء وسأعطيهم الأمر كله دفعة واحدة ولن ترى هذا يحدث ثانية ثم عرف بطرس أن هؤلاء قابلوا يسوع عندما رأهم يفعلون ماذا؟ يتكلمون بألسنة لأن الرب أعطاهم الروح القدس أتتابعون؟ الأخير في أفاسوس وهذا في أعمال 19 فأتى الرسول بولوس بفريقه إلى أفاسوس ووجد بعض التلميذ أول سؤال سألهم وهذا يثير انتباهي قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ يجب أن يكون هذا أول سؤال للمؤمن الجديد هل قبلت الروح القدس؟ كنت في بلغاريا أنا وليس نعذب الإنجيل وكان الراعي هناك قد خلص حين كان الشيوعيون يحكمون بالقبضة الحديدية وكان الناس يخلصون في الكنائس السرية وكان الروح الله يعمل وفتح الراعي لي قلبه وقال كنت إنسانا دنيويا أحب المخدرات وشرب الخمور وكان في الجيش جيش الاتحاد السوفيتي أو ما شابها من تلك الجيوش الشيوعية وقال ذهبت أحد الاجتماعات ففتحت لي الباب امرأة وقالت هل قبلت الروح القدس؟ فقال ما هذا الروح الذي تتكلم عنه؟ ولكن كان هذا أمر حقيقيا بنسبة لهؤلاء المؤمنين في البلاد الشيوعية أنذاك ولا تنسى أن هذا كان اضطهادا شنيعا فكان أول سؤال لها هل قبلت الروح القدس؟ هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org فقال لا بل المشروبات الروحية لكنه قبل الروح القدس وقتها خلص وامتلأ من الروح القدس حسنا لم يسمع هؤلاء إلا بمعمودية يحنى فبدأوا يبشروهم برسالة يسوع المسيح فآمن هؤلاء وتعمدوا في الماء وما أن تعمدوا في الماء حتى نالوا الخلاص ولما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم وبدأوا يتكلمون بلغة أخرى ويتنبؤون إذن تكلموا بألسنة وتنبؤوا رجال أفاسوس الذين لم يعرفوا كلمة الله جيدا أصبحوا يتكلمون بعجائب الله لأنهم امتلأوا من الروح القدس أتعلمون؟ أريدكم أن تعلموا أشكر الله أنني غير مضطر أن أعظى دون الروح القدس كنت سأصبح مملا وستنامون لا يقدر أحد أن يعظ بدون الروح والآن هناك سؤال شائع وهو هذا اعتقدت أن الألسنة ستتوقف حناية الكامل تعالوا نقرأ هذا أسمعتم؟ هذا سؤال شائع بين الناس تعالوا نقرأ هذا في كورينثس الأولى المحبة لا تموت أما مواهب النبوة فستوضع جانبا ومواهب التكلم بألسنة ستتوقف ومواهبة المعرفة ستوضع جانبا فمعرفتنا الآن جزئية ونبواتنا جزئية لكن حين يأتي الكامل سيلغي ما هو جزئي ما يقوله هؤلاء هو أن الكتاب المقدس هو الكامل يقولون إنه حين أتى الكامل أي الكتاب المقدس لمنع أن نحتاج الألسنة لكن دعونا نقرأه في السياق أولا يقولوا إن المعرفة ستتوقف حين يأتي الكامل هل توقفت المعرفة؟ لا فلنجع إلى الآيات كي لا نخرج الأمور من سياقها يقول بولوس فنحن الآن نرى عكاسا باهتا في مرآة لكن عندما يأتي الكامل سنرى وجها لوجه الآن معرفتي جزئية لكن حينئذ حين يأتي الكامل سأعرف كما يعرف من الله حسنا هل ترون الآن يسوع وجها لوجه؟ لا هل تعرفون يسوع الآن بالضبط كما يعرفكم هو؟ لا إذن فلم يأتي ذلك الكامل بعد يقصد بالكامل هنا السماوات الجديدة والأرض الجديدة حين نحصل على أجسادنا الممجدة هذا ما يقصده هنا وعندئذ سنعرفه كما يعرفنا وعندئذ سنراه وجها لوجه كما هو مكتوب هل تتبعون؟ إذن الإجابة هي أن الألسنة ستتوقف لكن الكامل لم يأتي بعد لذلك لم تتوقف الألسنة بعد حسنا السؤال الثاني الذي أسمعه كثيرا لكن الكتاب المقدس يقول ألعلى الجميع يتكلمون بألسنة؟ أتذكرون هذا السؤال من كورينثوس الأولى 12؟ ألعلى الجميع يتكلمون بلغة أخرى والإجابة هي لا ليس الجميع يتكلمون بألسنة فيبدو أنه ليس على الجميع أن يتكلموا بألسنة لكن نقرأ الآية في سياقها ولابد أن تعرف أن العهد الجديد تتكلم عن أربعة أنواع من الألسنة قولوا أربعة نوعان منها للخدمة العامة وماذا نقصد بالخدمة العامة؟ هي الخدمة التي تقدمها لشخص أو مجموعة من الناس ثم للخدمة الشخصية قولوا معي شخصية حسنا دعوني أتكلم عن كل منها ألسنتك علامة حسنا اسمعوا كورينثس الأولى أربعة عشر وعلامة دينونة ضد غير المؤمنين لا ضد المؤمنين ما معنى أن الألسنة علامة لغير المؤمنين؟ سأعطيكم مثالا يشرح المعنى كنت أعظ في كولوراتو سبرينغز وإحدى عضوات فريق تجلس في المقاعد الأخيرة بينما كنت أعظ كانت تعتقد أنها تصلي بألسنة بينما كنت أعظ كانت تشعر بتثقل أن تصلي بألسنة وحين انتهت الخدمة قام رجل كان جلسا في صف أمامها فأدار رأسه وقال لها فرنسيتك ممتازة ولست تنتقينها بطلاقة وحزب بل بلهجة سليمة للفرنسية القديمة قال أنا أدرس الفرنسية ولم أجد من يتكلمها بطلاقة مثلك فقالت لا أتكلم الفرنسية فقال أنت تمزحين قالت لا أنا لا أتكلم الفرنسية لا أعرف إلا أتتكلم الفرنسية بالفرنسية فقال بل تتكلمينها بطلاقة كانت علامة له ثم قال لها ليس هذا فقط بل كنت تقولين بالفرنسية الآيات ثم يقول الواعظ افتحوا الكتاب على هذه الآيات كنت تقتبسينها حتى قبل أن يقولها كانت علامة له أتتابعون هذا النوع من الألسنة هو ما ظهر في يوم الخمسين لم يكن التلاميذ مدربين أو متعلمين لكنهم يتكلمون بطلاقة بلهجات اليهود الذين أتوا من شتى أنحاء العالم كانت علامة يا إلهي إنهم يتكلمون لغتي التي لم يعرفوها قبلا ويتكلمون بعجائب الله كانت علامة لهم فنالوا الخلاص هذه هي الألسنة كعلامة أفهمتم؟ حسنا النوع التالي الألسنة المعطى بهدف التفسير النوع الثاني علني أيضا هذه الألسنة هي لغات سماوية والتي لا يوجد مثيل لها على الأرض قد تقول لغة سماوية هل يوجد بالسماء أكثر من لغة؟ نعم يوجد أتعرف أن اليسوع عسم لا يعلمه أحد سواه؟ أتعرف أنه سيعطيك حجرا مكتوب عليه شيء لا يعلمه سواك أنت وهو؟ هناك لغات سماوية أتتابعون؟ إذن لا تتفاجأوا بذلك حسنا لا أعرف كيف يحدث هذا لكن هذا ما يقوله الكتاب المقدس هذا هو حين تتكلم بلغة سماوية غير معروفة على الأرض ليست لغة أنت لا تعرفها لكن يعرفها شخص غيرك بل هي لغة مختلفة تماما عن اللغات الأرضية وأصدقهم القول أن هذا ينطبق على الثلاثة أنواع الأخيرة من الألسنة أتذكر حين كنت في سنغافورة ولن أنسى هذا طالما حييت أبدا كنت أتهيأ لأعظى في كنيسة كبيرة وكانت هناك شرفة وفجأة بدأ رجل يتكلم بلغة غريبة لم تكن هذه لغة أرضية كانت لغة سماوية كان الأمر مذهلا كنت جالسا وشعر يدي يقف من الداشة ثم بدأ الرجل يفسر اللسان لابد أن تفهموا شيئا هنا ليست لهذه اللغة ترجمة أرضية بل هو تفسير لأنها لغة سماوية حسنا بدأ يفسرها وكانت تفسير هو الرسالة التي كنت صاعدها في تلك الليلة فقلت يا إلهي حرفيا كان شعر يدي وقفا هذه هي الألسنة للتفسير هي واحدة من مواهب الروح القدس المذكورة في كورونثس الأولى 12 كانت هذه هي الألسنة التي يتكلم عنها بولوس حين قال ألعلى الجميع يتكلمون بألسنة حسنا دعوني أقرأها في سياقها فقد ورع الله الرسل في الكنيسة أولا والأنبياء ثانيا والمعلمين ثالثا ثم المعجزات ثم مواهب شفاء ثم المساعدة والقيادة وأنواع اللغات ألعلى جميع الرسل لا ألعلى جميع أنبياء لا أكلهم معلمون لا أكلهم يجرون المعجزات لا أكلهم لهم مواهب شفاء لا أكلهم يتكلمون بألسنة عن أي ألسنة يتكلم ألسنة علنية بلغة سماوية لا يفهمها أحد والإجابة لا ألعل الجميع فسرون؟ لا يتكلم بولوس عن مواهب الخدمة التي أعطاها الله للكنيسة للخدمة العامة بالتأكيد ليس الجميع رسلا أو أنبياء أو معلمين أو رعاة أو لديهم مواهب المعجزات والشفاء وليس للجميع مواهبة التكلم بألسنة أو تفسير اللغات السماوية ولماذا هذا؟ لماذا هذا؟ الإجابة نراها في العدد التالي كورنسوس الأولى 14-22 اسمعوا وهذا يعني أن التكلم بلغة أخرى وهو يتكلم هنا عن الألسنة كعلامة أول نوع قلناه وهذا يعني أن التكلم بألسنة هو علامة دينونة ضد غير المؤمنين لا ضد المؤمنين ثم يكمل فيقول اسمعوا فلنفرض أن الكنيسة كلها اجتمعت معا وكان الجميع يتكلمون بلغات أخرى وهو يعني ألسنة التفسير دخل غرباء أو غير مؤمنين أفلن يقول إنكم مجموعة من المجنين؟ فهو يقول الألسنة علامة ثم يقول إن تكلمتم بألسنة سيتحدون أنكم مجنين إن لم تعرف أن هناك أربعة أنواع من الألسنة ستقول إنه يناقد نفسه الألسنة علامة لغير المؤمنين ثم يقول سيرونكم مجنين؟ إنه يناقد نفسه لا ليس هكذا الأولى هي الألسنة كماذا؟ كعلامة أن تتكلم لغة أخرى أرضية لم تتدرب عليها قبلا هذا ما حدث مع معلم فرنسية لكن إن تكلمنا جميعا بلغة السماء ثم دخل ذلك المعلم لقال كلكم مجنين ومختلون حسنا هذه هي الألسنة العلانية حسنا تعالوا لنوع الثالث هل تستفيدون؟ ألسنة للصلاة الشخصية مكتوب في رسالة كورينثس الأولى أربعة عشر إن صليت بلغة أخرى فإن روحي هي التي تصلي وأما عقلي فيكون خاملا أسمعتم هذا؟ وما هو عقلي؟ إنه التفكير حسنا وما الاستنتاج إذن؟ هذا ما يقوله بولوس سأصلي اسمعوا كلمة أصلي وليست أتكلم للجميع سأصلي بروحي وسأصلي بعقلي أيضا أي بلغتي سأرنم بروحي وسأرنم بعقلي أيضا أي بلغتي ما يفعله بولوس هنا هو أنه يجعل من الألسنة لغة للصلاة أتتابعون؟ لأنه يكمل فيقول في كورينثس الأولى أربعة عشر فمن يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله انتظر في الألسنة العلنية نكلم الناس حين تكلم الرجل في سنغفورة بألسنة حتى إن كانت لغة سماوية فقد كان يعلن رسالة الله لشعبه وحين فصر الرسالة كان يكلمنا حين تكلم الرسل في يوم الخمسين بألسنة كعلامة كانوا يكلمون الناس بعجائب الله قال بولوس أنه حين تصلي بألسنة أو تتكلم بألسنة الاثنان مقبولان حين تصلي بالروح أنت لا تكلم الناس بل الله هذه هي الألسنة للصلاة هل فهمتم؟ حين نتكلم بنوع من نوعي الألسنة العامة نكلم غير المؤمنين بعلامة ونكلم شعب الكنيسة للتفسير لكن حين نصلي بألسنة نكلم الله للناس واسمعوا ما يقوله يهوذا أما أنتم أيها الأحباب فينبغي أن تبنوا بعضكم بعضا صلوا في الروح لهذا على كل مؤمنين أن يصلي بألسنة دعوني أوضح أمرا قد يقول البعض يا جون هل الدليل أني امتلأت من الروح القدس هو أن أتكلم بألسنة؟ أنا أؤمن أن الشخص يمكن أن يمتلئ من الروح ولا يتكلم بألسنة لماذا؟ لأني لا أنساب مع النهر يمكنني أن أدخل النهر لكني لا أسير مع الطيار ولماذا؟ لأني لا أنساب مع النهر لكن أريد أن أضيف كل من يمتلئ بالروح لديه الإمكانية للتكلم بألسنة فقط ربما لم يكن دخل في الأمر بعد لأن كل شيء يأتي بالإيمان أتتابعون؟ افهموا هذا جيدا وأعلنوه للناس قد تمتلئ بالروح ولا تتكلم بألسنة لأنك لم تخضع له بعد سنناقش هذا أكثر في حلقة القادمة حسنا الألسنة للتشفع النوع الرابع شخصي أيضا كذلك يعيننا الروح القدس في هذا في رمية 28 كذلك يعيننا الروح القدس أيضا في ضعفنا ما هو ضعفنا؟ نحن لا نعرف كيف نصلي كما ينبغي لكن الروح نفسه يصلي من أجلنا بأنات لا يعبر عنها بالكلام والله الذي يفحص القلوب يعرف ما يقوله الروح لأن الروح يصلي من أجل المؤمنين المقدسين إنه يتكلم عن الألسنة للتشفع لن أنسى أبدا حين كنت في مجموعة في الجامعة وكنت أقدم درسة كتاب لطلبة في الجامعة كنت قد وعدت عن الروح القدس وكانت هناك فتاة وقد كان هناك أكثر من ستين شخصا من الجامعة وسكن الطلبة يأتون الاجتماع كانت هذه الفتاة تربت أن الألسنة توقفت حين أتى الكتاب المقدس فأتت واستمعت إلى ما كنت أقوله من كلمة الله فقالت يا إلهي ما يقوله مكتوب فامتلأت بالروح في تلك الليلة في الصباح التالي كان سكن الطالبات مقابل سكني فأيقظوني في السادسة والنصف صباحا أنا طالب جامعي وأنام حتى الثامنة فقمت وارتديت ملابسي وكنت أفرق عيني فخرجت وجدتها فرحانة كانت تشع فرحا فقلت ما الذي يحدث قالت أيقظا لله في الخامسة كنت أشعر بتثقل أن أصلي بألسنة وابترأت أصلي شعرت أني أتشفع فسألت الله ما الذي أصلي من أجله فقال الرب أنت تصلينا من أجل رجل مسن حياته في خطر فقالت استمريت في الصلاة بألسنة وفي السادسة صباحا تلقت زمينتي في الغرفة مكالمة طريقة فجدها تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أسرعوا به للمستشفى وأنقذوا أنقذوا حياته وقالت الروح القدس قال لي كنت تصلينا من أجله هذه هي الألسنة للتشفع أتتابعون؟ أريدكم أن تعلموا شيئا لا أعرف أحوال أمي في فلوريدا لا أعرف أحوال شقيقتي في كاليفورنيا ولا شقيقتي الأخرى في ميتشيغان ولا صديقي في كالولينا الشمالية لكن الروح القدس يعرف يمكنني أن أتشفع بأن أخضع نفسي له أتتابعون؟ حسنا إذن الكثيرون يفوتهم الكثير لأنهم يتبعون تعليم الإنسان القائلة بأن الألسنة توقفت لكن اسمعوا صرخت قلب الله كورينثيس الأولى 14-5 وأنا أود أن تتكلموا جميعا بألسنة قد تقولون هذا رأي بولوس لا لم تعطى نبوة قد بمشاة إنسان فكل الكتاب قد أوحي به من الله هذه هي صرخة الله أود أن تتكلموا جميعا بألسنة قال بولوس شيئا في كورينثيس الأولى 12 وهو ما قاله الروح القدس في الحقيقة قال لا أريدكم أن تجهلوا ما يتعلق بالألسنة والمواهب الروحية لكن في نهاية كورينثيس الأولى 14 يقول شيئا مذهلا وإن كان يتجاهلوا هذا فالله يتجاهلوا بتعبير آخر إن أردت أن تبقى جاهلا ابقى جاهلا فأنت تفوت على نفسك قدرة رائعة لتتواصل معي وقد قال بولوس أيضا في كورينثيس الأولى 14 ولا تمنع أحدا من التكلم بلغات لماذا يريد الله أن نتكلم جميعا بألسنة؟ جميعنا سأتكلم عن هذا في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر حسنا مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة وعنوان هذه الحلقة هو لغة الروح حسنا أريد أن أجيب في هذه الحلقة عن سؤال لماذا أعطانا الله لغة مختلفة عما نقدر أن نفهمه وهذا فعلا سؤال جيد كورينثيس الأولى 14-2 فمن يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لا يشير هنا إلى أي من نوعي الألسنة العلنية لكنه يتكلم عن الصلاة حسنا حين نصلي بألسنة نتكلم مباشرة لله لا الناس اسمعوا رمية 28-26 كذلك يعيننا الروح القدس أيضا في ضعفنا ما هو ضعفنا؟ نحن لا نعرف كيف نصلي كما ينبغي إذن نحن لا نعرف ماذا نصلي ولا نعرف كيف نصلي أوجهت موقفا كهذا قبلا؟ بالطبع ربما هناك شخص في ميانمار أو كمبوديا الآن يحتاج عونا وهو وحيد وفي صعوبات ولا نعرف كيف نصلي من أجله لا يوجد إنسان يعرف كيف يصلي من أجله أو ماذا يصلي من أجله لكن الروح القدس يعرف يا إلهي قد بدأتم تلمحون إلى أين نحن متجهون حسنا بعوني أعطيكم لمحة أخرى بسيطة إن دخلت مكتب الرئيس الأمريكي إن دخلت مكتب الرئيس البيضوي سيد الرئيس كيف حالك؟ هل نقدر أن نتواصل على مستواه؟ لا فهو يعرف الكثير عن أمن الولايات المتحدة وما يجري في حكومتي لديه سيضطر أن ينزل اللي يكلمني في مستواه حسنا وحين أدخل إلى مكتب مالك الكون إن كنت لا أعرف غير لغتي سأقدر فقط أن أتواصل مع الله في مستواه قال الله لا أريد هذا لأولادي أريد لأولادي أن يقدروا أن يدخلوا في شركة عميقة أن يتواصلوا معي في مستواه فقال الله سأعطيكم عوناً واسمه الروح القدس أتعرفون أنني كثيراً ما أصلي بالروح في لغتي؟ يعتقد كثيرون أنك لا تصلي بالروح إلا بلغة غير مفهومة لا كثيراً ما أصلي بلغة سماوية وأطلب التفسير فيأتي بلغتي فماذا يحدث؟ أحصل على ما يعطيه لي الروح القدس بلغتي أتتابعون؟ إذن أتعرفون لماذا لا يود رئيس الولايات المتحدة ألا يخبرني بشؤون الأمن ربما أنا جسوس فهو لا يريد أن تقع المعلومات في أيدي العدو حسناً الألسنة تمنع العدو من معرفة ما يجري كم منكم يعرف أننا في معركة؟ نحن في حرب هيا ردوا علي مكتوب في كورونثيس الأولى اثنين لكننا نتكلم عن سر حكمة الله إنه سر ولماذا هو سر؟ انظروا مات أنت في الجيش أنت تعلم أن هناك لغة للجيش يتكلمون بها في الهواتف فهم يقولون أدب الأكبر أدب الأكبر هنا أدب الإبن أدب الإبن أو ما تقولونه بينكم صحيح؟ اذهب للنقطة ألف نفذ الأمر لماذا؟ لأن العدو يمكنه أن يتصنت ويعرف ما هي الخطة انظر لنادي دينفر وانظر للمدرب لديهم تجدونه جالساً وفجأة يرى اللاعبين وقد تخطوا الحدود فيقف وتجده يقول سيحصلون على الكرة منا ثم يقول أمها أمها أسمعتموه يقول أمها أمها؟ ولا أدري ما علاقة أمها بكرة القدم إنها لغة سرية لا يفهمها إلا فريقه والروح القدس يعطينا تلك الحكمة السرية حسناً يقول حكمة الله التي كانت مخفية عن الناس لكن الله حددها مسبقاً قبل بدء الزمان من أجل مجدنا وهي حكمة لم يعرفها أي من حكام هذا العالم فلو عرفوها لما صلبوا الرب المجيد هو يتكلم تحديداً أن هذه الحكمة هذه المعرفة المعلنة لو كان عرفها العدو إذن لما كانوا صلبوا الرب المجيد فأبقاها الله سراً وهناك أمور أخرى غير الصلب يريدها الله سراً ودعني أقول لك قد يكون العدو يجهز هجمات على واحد منكم وقد أعد كل هذه الشياطين وحرك الناس ضدك وسيقوم بعمل شيء مدمر أتعرف ماذا؟ يثقل الله قلب أمك فترك على ركبتيها وتبدأ تصلي بالروح أتعرف ماذا؟ هي تصلي بالروح وفجأة تظهر كتيبة من الملائكة وتقضي على قوى الشر ولا يحدث لك شيء يا صغيري أحب هذا لهذا قال بولوس أود أن تتكلموا جميعاً بلسنا أتفهمون؟ كيف لن نعرف كيف نصلي بالروح إن كنا لا نعرف ما يجي في العالم الروحي أنا لست كمدرب دينفر فهو يميز ما يجري لكن المؤمنين شباب كثيرين لا يميزون ما يجري في العالم الروحي فيقول الله أريد أن أنقذ أولادي أن يتكلموا بحكمة أن أعطيهم الأوامر اللازمة وتذكروا أن الله جعل الإنسان مسؤولاً عن الأرض لن يحرك الله الأرض إلا إن تكلم أحدهم لقد قال بولوس إن كنت أتكلم بلغة البشر والملائكة هناك مرات كنت أتكلم فيها بألسنة وأعلم أن الروح القدس يعطيني أوامر لأقولها للملائكة تغيرت الأجواء بأكملها في كنائس لأني أقول هذه الكلمات وأقول هناك أمر ما يجري لأني أشعر بالسلطان يعتمر فيه أتتابعون؟ لا بد أن نسترجع هذا في الكنيسة أتتابعون؟ لا بد أن نسترجعه إن كان الرسل يحتاجونه لماذا نحتاجه نحن أيضاً؟ أتتابعون؟ آمين أنا أكثر من أتتابعون الألسنة هي أيضاً الهدف الرئيسي للحميمية قضينا أنا وزوجتي ما يكفي من الوقت معاً لننمي لغتنا الصغيرة يمكنني أن أقول تا عين دالجيم فتفهم زوجتي ما أقصد وأنتم ستقولون ما هذا الذي تقوله تا عين دالجيم عفواً قلتها خطأ فنحن لم نقولها منذ فترة في بداية زواجنا كانت كل خدمة بها التوعية الدولية كانت كل خدمات بها التوعية الدولية أتعرفون ماذا فعلنا؟ أنشأنا التوعية الدولية لعناق الجميلات فأنظر لليسا أقول تا عين دالجيم فتعرف أني أريد عناقاً أريد قبلة حسناً كانت هذه اللغة الحميمية بيننا أتفهمونني؟ أتعرفون؟ يمكن أن تنظر لليسا فقط ونحن مع آخرين فأقول يا إلهي هذا الشخص لا يعجبها أو إنها مصرورة جداً بهذا أنا الوحيد الذي فهمها لماذا؟ لأن هناك لغة بيننا أتفهمونني؟ لذا فالمقصود من الألسنة أن تنشئ حميمية مع الله لأنه إن تواصلت مع الله في مستوي أنا كيف سأعرف أمور الله العميقة؟ كيف أدخل في علاقة حميمة معه؟ لذلك يقول دكتور شو 90% من ساعتين الصلاة لدي أقضية في الصلاة بألسنة لأنك تدخل إلى عمق الشركة وتعرفها في أعماقك ربما تقول لا أفهم ما أصلي يقول الكتاب أطلب الترجمة حسناً أتتابعون؟ مكتوب فإن صليت بلغة أخرى فإن روحي هي التي تصلي وأما عقلي فيكون خاملاً أنت لا تدري ما تقوله لذلك قال في الآيات السابقة فعلى من يتكلم بلغة أخرى أن يصلي طالباً موهبة تفسير اللغة أيضاً عندما أصلي أو أتواصل مع الله بالألسنة أطلب منه أن يعطيني ترجمة أتعرفون ماذا؟ أفكار حكمة تعليم تخرج من داخلي أفضل تشبيه أقدمه وكأن شيئاً ما مخفياً في عمق البحر وتتحرك الصخرة فتبدأ الفقاعات تخرج على السطح هذا ما يحدث أفكار رسائل إعلانات من كلمة الله أقف أمام آية وأقول يا رب لا أفهمها ثم أقول يا روح الله علمني ثم أصلي بألسنة هل تأتي إجابة حالاً؟ عادة نا عادة ما تأتي وأنا في السيارة أو حين أستحم أو ألعب الجلف لاحقاً فجأة أقول يا للعجب ها هي وتأتي هذه الإعلانات لي لماذا؟ بسبب قضاء الوقت في الصلاة في الروح القدس نحن نتجه للنتائج نحب النتائج السريعة يجب أن تفهم أنك حين تصلي بالروح تستثمر فيما سيأتي لاحقاً ستخرج تلك الحكمة كالفة قيعة يتطلب الأمر إيماناً أكثر لتصلي بألسنة لتصل لمستوى الحميمية أكثر من الصلاة بلغتك لا تسيء فهمي قال بولوس سأصلي بعقلي وبلغتي وسأصلي بروحي سأرنم بلغتي وسأرنم بالروح أتفهمونني؟ قال قوموا بالأمرين كليهما أمين؟ لماذا؟ عندما أصلي بلغتي فهذا يبني ذهني ينير ذهني يذيب ذهني أتتابعون؟ يشعلني عاطفياً أكثر عن الروح القدس وعن يسوع وعن الآب أتفهمون ما أريد قوله؟ هذا يحدك مشاعري عن أولادي حين أصلي بلغتي من أجل أولادي أقول آه كم أحب أديسون كم أحب أوستن أنا أحب أليك وهذا جيد عليك أن تصلي بلغتك أتفهمون ما أقوله؟ أتتابعونني؟ حسناً أمثال عشرون سبعة وعشرون روح الإنسان سراج الله تفحص كل ما في داخله لا يتكلم روح الله إلى أذهاننا بل إلى أرواحنا وهذا ما يقوله روح الإنسان سراج الله إنه ينير هنا هتفهمون؟ يتكلم إلى أرواحنا حسناً حين نصلي بالروح ونطلب التفسير يشبه الأمر فقاقيع تطفو للسطح وتطفو إلى نفوسنا أفهمتم؟ هناك يتكلم الروح القدس أمثال عشرون خمسة قصد قلوا جميع القصد ما هو القصد؟ هو المشورة أن أعرف ماذا أفعل اسمعوا هذا جيداً سأمروا على سلسلة من الآيات فأنصتوا قصد الإنسان يشبه المياه العميقة والإنسان الذكي هو من يستخرج هذا القصد هناك مشورة والروح القدس هو المشير فالمشورة مشورته في قلبك كالمياه العميقة لكن الرجل أو المرأة الذكية هم الذين يستخرجونها كيف نستخرجها؟ قال يسوع في يحن سبعة إن عطش أحد منكم فليأتي ويشرب فالكتاب يقول ستفيد من أعماقه أنهار ماء حي قصد الإنسان يشبه المياه العميقة صحيح؟ أليس هذا جيداً؟ ما الآية التي يقول عنها كما يقول الكتاب إنه يقصد إشعياء 12-3 وستغرفون مياها بفرح من ينابيع الخلاص وستفرحون حسناً بحسب الأمثال تخرج المياه من قلوبنا وهي المشورة أو أسرار الحكمة التي من الله ويقول يسوع بوضوح إن المصدر هو الروح القدس فالروح يكشف كل شيء حتى عماق الله صحيح؟ حسناً هو ينبوع الماء الحي وإن ذهبنا لكورنثيس الأولى أصحاح الثنين نجمع الخيوط سوياً لكننا نتكلم عن سر أو مشورة حكمة الله استمعوا لكلمة سر لم يقل غموضاً كما توحي الكلمة فالكلمة اليونانية ماستيريون تعني خفياً أو الحكمة التي لم تعلم بعد أتتابعون؟ تصوروها هكذا يأتي نادل ويدعوا طبقاً إن ذهبت لمطعم فاخر يدعون غطاءاً صحيح؟ ذهبت لمطعم فاخر حيث يدعون الأطباق كلها أمامك وكنا أربعة فأتى أربعة أشخاص ثم ها هي ماذا حدث؟ لقد كشفوا السر كان موجوداً كان أمامي دائماً لكنه مغطاً مغف عني حين رفع الغطاء انكشف السر السر لا يعني بالضرورة الغموض بل يعني أنها حقيقة لم تعلن بعد إلى ذهنك لكننا نتكلم عن سر أو مشورة حكمة الله لكي نعرف الأشياء التي وهبنا إياها الله وهي الأشياء التي نتكلم بها ولم نتعلمها من بشر وإنما هي كلمات يعلمها لنا الروح القدس فنفسر الحقيقة الروحية بكلمات روحية اسمعوا ما قاله بولوس في كونثيس الأولى 14 لنفهم الأمر كله فمن يتكلم بلغة أخرى لا يكلم الناس بل الله لأنهما من أحد يفهم ما يقوله فهو يتكلم بأسرار يتكلم بأسرار قصد الإنسان أي المشورة يجبه نياها العميقة والإنسان الذكي يستخرجه وستطفيد من أعماقها أنهار ماء حي نحن نتكلم بأسرار يقولها الروح القدس ويقولها بألسنة يقول ماذا؟ أسرارا حسناً وهذا ما يستخرجه الإنسان الذكي كما قلنا قبلاً دعوني أساعدكم فيما أقوله هنا كثيراً جداً وواجهت آية ولم أفهمها ثم بدأت أصلي بالروح فيأتي هذا الفهم كثيراً وأنا أكتب كتاباً أجد نفسي كمن استضم بحائط فأقول لا أعرف ماذا أفعل فأقف وأذهب وأجيء في غرفتي وفجأة يأتي الفهم كسيل فأجلس وأكتب ثانية لساعات حين كنت عازباً كان سراً لي من التي سأتزوجها كان هذا سراً أعرف أني كنت أحب ليسا تسكانه وأعرف أني أنجاذب لها جداً أحب شخصياتها لكني أريد الفتاة التي اختارها لي الله فقلت لليسا وقد كانت بعيدة عني فقد كانت في أريزونا وأنا في دالس فقلت دعينا نصلي في الروح لثلاثين دقيقة لثلاثين يوماً وفعلنا ذلك لثلاثين يوماً أتعرفون ما قلته استمعي لقلبك إن شعرت بحكة مزعجة فالله يجذب انتباهنا أن شيئاً ما خطأ لكن إن شعرت بإحساس مريح فالروح القدس يشهد فينا هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org اسمعوا جيداً يقول الكتاب الذين يتبعون قيادة الروح الله هم أبناء الله ثم يقولوا كيف يقود والروح نفسه يشهد مع أرواحنا هذه هي الطريقة الأولى لقيادة الروح القدس وهي أن يشهد هل شعرت وأنت على وشك القيام بأمر ما والروح يعطيك إزعاجاً وكأن شيئاً ما يأكلك فتقول ما الذي يحدث إنه أمر عديل لقد فعلت هذا من قبل هذا هو الروح يقول لك لا تذهب أشعرت وأنت ذاهب لمكان ما بإحساس مخملي إحساس داخلي بسلام الله يسود عليك وكما تقول بعض الترجمات إنه يسود عليك كالإمبراطور هذا هو الروح يقول هذا أنا هذا أنا حسناً هناك قرارات اتخذتها في الخدمة مبنية على هذا الإحساس صليت بروحي كان علي اتخاذ قرار شعرت بالسلام والراحة لم أسمع لو كنت سأكتب رسالة لقلت استحسن الروح القدس وأنا أن نفعل هذا حسناً لأنه لم يكلمني أما بشأن هذا منهاج عن الروح القدس تكلم لي لأني كنت صعد عن شيء آخر كانت هناك رسالة أخرى وقد خرج الفريق بأفضل عنوان للموضوع لكن حين صمت قال الروح القدس أريدك أن تتكلم عن هذا غيرت كل شيء أخذت موفقة ابن يادسون وزوجتي ليسا فأنا أطلب منهم تأكيداً لأن الروح القدس نفسه هو فيهم فقال نشعر أن هذا صحيح وأن عليك أن تتكلم عن الروح القدس قرارات كثيرة هكذا أواجه أمراً فأصلي بالروحي أشعر بالراحة فيقول حسناً وإن وجدت القلق أقول لا لا نقوم بالأمر لا نقوم به هناك ما يسوء وأحياناً ما أضايق الناس حولي ولماذا هذا؟ لأن اتخذت قراراً ملزماً أن لا أفعل أي شيء إلا ما أعرف أن الروح القدس في الأقل يشهد فيي وقد وافق على تلك النقلة الجديدة بتعبير آخر سيعطيك مناخاً حيث تستريح فيه كأن أجلس وأقول للشيري دعيني أصلي من أجل هذه الكنيسة لماذا؟ لأني أعرف بالفعل أن الله قال اذهب إلى أمريكا أرسل ما أتمنتك عليه لأماكن ما تحتاجه لا أشعر بقلق فأقول حسناً سأذهب لكن بالنسبة إلى مسألة توزيع المناهج للرعاة حول العالم احتجت كلمة من الله لأني سأخرج خارج مناخي كنت في العالم المتحدث بالإنجليزية هناك أكثر من 20 ألف كنيسة يستخدمون منهاجنا ثم قال الله أريدك أن توزع المنهاج في كل العالم فوجدت نفسي في اجتماع معدس وليسة وقلت سأوزع 250 ألف كتاب حقاً كان هذا اجتماعاً ساخناً ماذا كنت أفعل؟ لم أسمع كلمة من الله عن الأمر لم يقل الروح أريدك أن توزع 250 ألفاً لكنه متصق مع ما قاله لي منذ ستة أشهر حين قال سأرسلك إلى العالم أتفهمونني؟ عليك أن تتعلم هذا حين تعيش مع شخص لسنوات تعرف كيف تتواصل معه هناك أمور تقولها ليس بصراحة وانفتاح وهناك أمور تلمح لي فأفهمها أشكر الله أن يفهمها هل تتابعون؟ حسناً هناك أسرار لم أعرفها لماذا حدث هذا؟ لماذا أمر بهذا الموقف؟ ولم أفهم السبب فأصلي بروحي وأمسك بكتابي وفجأة أدرك ماذا حدث أتفهمون ما أقوله؟ هناك أمر أريد أن أكون أميناً جداً معكم بشأنه هذه طريقة تعامل الروح القدس معي وأعتقد أن في روح الله أيضاً وعلي أن أقول ذلك أجل وقت صلاة أكثر فعالية في الصباح أكثر بكثير حين أبدأ بقراءة الكلمة وأراني الرب أنه هكذا يحصر تركيزي وكأن كلمة الله تزيح أي غيمة وتحصر تركيزي وحين أدخل مخدع صلاة في الصباح أتواصل معه بسرعة أكبر أتتابعون؟ أمر آخر سر آخر مكتوب مهابة الله هو أعظم وأرهب من كل محيطن به كنت أجد صعوبة في الدخول لمحضر الله ثم بدأت أفكر في مهابة الله العظيمة حسناً لقد دخل المهوب المكان معي وفجأة أجد حضوره فأقول يا للروع ماذا يحدث؟ أدخل لمحضره بصورة أسرع لأني أهابه وهو يحيط نفسه بمن يهابونه قال يسوع أبن الذي في السماء ليتقردس اسمك وقال أدخل إلى محضره في زينة مقدسة أتتابعون؟ حسناً السر هو الشيء المخفي عن الذهن الطبيعي سأقول ثنيتاً قد يكون أية كنيسة أو الخدمة التي سأشترك فيها ماذا سأقدم؟ أي بيت أشتريه؟ كيف أصلي بنجاح من أجل القادة؟ كيف أصلي من أجل الراعي أو أعضاء أسرتي؟ وأمور كثيرة لا يمكن حصرها أنا مصرور أن الله لم يتركنا بمجرد قدرتنا على الصلاة بحسب فهمنا الطبيعي لأني محدود بما يجري من حولي لكن لا بد أن أخضع للروح لن أنسى ذلك الراعي الذي اعتدت أن أصلي معه وأتذكر مرة كنا ندري أننا نتكلم للشرق الأوسط وكنا نعطي أوامر لقد تغيرت ألسنتنا مردت قبل ذلك بأوقات كانت الألسنة تبدو شرقية وأحياناً أفريقية فأعرف أنني في هذا الوقت لم أعد أصلي لنفسي أو لواحد من عائلتي بل لشخص آخر واقع في أزمة هذا مذهل وهذا ما أعطاه الله لنا جميعاً هذه هي أمها أمها التي يطلقها المدرب هو حديثنا العسكري وهنا يغطاض العدو لذلك هو يقاوم هذا بكل قوة إنه يفضل أن نكون منعزلين ومتباعدين لا متحدين في الروح بل إن بورس قال للكنيسة كنت معكم في الاجتماع لم أكن معكم بالجسد لكن الروح كانت معكم ورأيت ما تعملون كيف استطاع ذلك؟ ذهب هناك بالروح كان يصلي بحرارة في الروح فأعطاه الله لمحة عما يحدث هناك أتذكر رجلاً من قبائل الماساي وقد استلفته أسرة من بيتسبيرغ بنسلفانيا وقد كنت أعرفهم مكث عندهم شهراً وكان يخبرهم بأخبار عائلتي في وطنه وفي النهاية قاتم ضيفته اسمع كيف تعرف ما يحدث لعائلتك ليس لديكم هواتف جوالة أو خطوط أرضية في قريتك في غرب كينيا كيف تعرف ما يحدث؟ فقال كما عرف بولوس ما يجري مع كورنثوس أراني الله بالروح وأنا أصلي ما يجري مع عائلتي تمكن أن يعرف أخبارهم بهذه الطريقة أتتابعون؟ هذا هو ما قد أعطانا الله إياه لقد أعطانا القدرة أن نبقى متصلين أتعرفون أنني كثيراً ما أعرف أن فريقي في ميسنجر الدولية يصلون من أجلي بالروح لأني حين أواجه شيئاً به خطر أو ما يسوء وفجأة أجد تدخلاً إلهياً فأقول لم أصلي من أجل هذا إما أني كنت أصلي بالسنة قبل أن يحدث هذا أو أن أحد أعضاء الفريق كان يصلي بالروح من أجلي في هذا اليوم أو كانت زوجتي تصلي من أجلي أو ابني يصلي من أجلي أو أحد شركائنا يصلي من أجلي لذلك أشكر الرب لا فقط على التعديد المادي في ميسنجر بل أيضاً التعديد في الصلاة أعرف أن هناك من يصلون من أجلنا ويصلون حقاً وأشكر الله على ذلك فبسببهم لدينا هذه الخدمة حسناً المنطقة التي تثقل على كاهل كثير من المؤمنين هي الإرشاد قال يعقوب وإن كان أحدكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله كيف نقدر أن نطلب ذلك بنجاح بالصلاة في الروح هذا ينجح في العمل ينجح في الحكومة ينجح في التعليم أنت نحن نواجه مواقف في دوائرنا أو في العمل ولا نعلم ماذا نفعل أتعرفون ماذا يجب أن نفعله؟ نصلي بالروح أغلق باب مكتبك وصلي في الروح اسمع المكتوب في إشعياء 48 أنا إلهك الذي يعلمك للمنفعة الذي يقودك في الطريق الذي عليك السير فيه رغم أن الله لم يدعني للعمل لكن لو كنت رجل أعمال صليت بالروح كثيراً كنت سأتخذ القرارات بحسب شعوري بالسلام في قلبي أتفهمون؟ أعرف أن هناك من يعيشون بهذه الطريقة أرى بعضاً من أصدقائي هنا وأنت تعيش هكذا لذلك يبركك الله حسناً فوائد الصلاة بالألسنة سأقولها بسرعة رقم واحد تمنع العدو من معرفة معلومات قد تكون حاسمة في معركتنا رقم اثنان وأنا فقط أراجع الحميمية مع الله يمكن أن تتكلم مع الله في مستواه رقم ثلاثة تعطينا القدرة على الحصول على الحكمة والمشورة في المواقف التي أمامنا رقم أربعة مستعدون؟ تجلب الراحة والانتعاش قال بولوس في كولونتس أربعة عشر يا أيها الإخوة لا تكونوا أطفالاً في تفكيركم وقال تقول الشريعة وهو هنا يقتبس من العهد القديم بأناس يتكلمون لغة أخرى وبشفاه أجانب سأكلم هذا الشعب من أين يقتبس؟ من إشعياء الثمانية وعشرين العدد الحالي عشر والثاني عشر لأنه بشفاه متلعثمة وبلغات أجنبية سأكلم هذا الشعب وقال لهم هذا هو مكان الراحة والسكون وأيضاً فليسترح هنا المتعبون لي صديق راع وهو يرعى كنيسة كبيرة وتكلم مع راعي كنيسة أكبر وقال له ذلك الراعي أنا على وشك ترك الخدمة لقد تعبت أنا مرهق أنا مستنفذ فنظر صديقي له وكان في مطعم وقال له لقد توقفت عن الصلاة في الروح حتماً فقال له تكلم معي بصراحة كم من الوقت تقضيه في الصلاة في الروح؟ فبدأ يتلعثم ثم قال لكني أجهز عظاتي وأعمل الكثير من الأمور في كنيستي ذات الخمسة عشر ألف عضو وفعل كذا وكذا فقال له هل تصلي في الروح؟ لا لكي أكون أميناً معك لا أفعل ذلك فقال له صلي بالروح هذه هي الراحة هذا هو الانتعاش ولم يعد هذا الرجل يطلب أن يترك الخدمة بعد؟ هتتابعون؟ لماذا يقتل دكتور شو أن يرعى ثمانمائة وثلاثين ألف شخص ولا يناله الإعياء؟ لا أستطيع أن أذكر أي قصة اختبر ضغوطاً ومسؤوليات أكثر من دكتور شو لقد كان فعلياً يحمل هموم العالم لأنه كان محبوباً ومحترماً ويتطلع إليه الكثيرون في العالم كان يصلي في الروح يصلي في الروح كنت راقب ليستر سامرل رجل عظيم ورسول أحترمه بشدة كان ينام بالليل أربع ساعات ويكتب أربع كتب في نفس الوقت كان يدير حلقاتي للشباب كيف كانت له كل هذه الطاقة؟ لأنه كان يرتاح بالصلاة في الروح وأنا أضمن لك أنك لن تختبر الإعياء الروحي ولا تسيء فهمي لا تنهكوا جسدكم لكني أرى أناساً نالهم الإعياء ولم يكن يجب أن يحدث هذا وهذا لأنهم لم يكنوا يصلون في الروح هناك من يرهقون أنفسهم ولا يوقرون السبب يجب أن تستريح حسناً لأنها إحدى الوصايا العشر وأقول الصراحة فهي وصية لا تبدو منطقية من المنطق أن لا تزني من المنطق أن لا تقتل ليس من المنطق أن تستريح في العهد القديم كان هذا يوماً كاملاً لكن لا تقطئوا ليست لدينا فرائد في العهد الجديد يجب أن تستريح لهذا ألعب الجولف فالجولف يبعدني عن الخدمة والعمل ومن الأشياء التي تستنفذني فأن تعيش من جديد وأصالف الروح لأستريح أتتابعون؟ أشكركم من أجل المتابعة رقم خمسة تبني إنساننا الداخلي كوريث السؤولة أربعة أربعة عشر من يتكلموا بلسان يبني نفسه اسمعوا هذا يبني نفسه كلمة يبني باليونانية هي كلمة كبيرة ستجدونها في ملاحظاتكم وتعني حرفياً أن تبني وتشيد تعني أن تبني صرحاً ضخماً أتعرفون ماذا يقول يسوع حين تصلي بالروح حرفياً أنت تبني قدرة إنسانك الداخلي ليستضيف محضر الله وقوته استخدم يسوع تلك الكلمة حين قال من يسمع إلى تعليمي أشبه برجل بنى بيته كلمة بنى هي ذات الكلمة اليونانية حين تصلي بالروح فأنت حرفياً تبني إنسانك الداخلي ليستضيف محضر الله لدي صديق كان ابنه مريضاً جداً وفاشل الأطباء ولم يعرفوا ماذا يفعلوا ذهب لمكتبه وصلى بالروح لخمسة ساعات كاملة ثم خرج من مكتبه ورجع لبيته ونظر لابنه وقرج من فمه سلطان هائل فقام ابنه من مرضه وقد شفيا لقد بنته أرأيتم؟ يا إلهي هذا مذهل رقم ستة تبني إيماننا يتفق هذا مع ما قلته عن هذا الراعي وهو ذا عشرين أما أنتم أيها الأحباء فابنوا بعضكم بعضاً في الإيمان صلوا في الروح رقم سبعة والأخيرة تعطين القوة على العبادة والتسبيح في مستوى أعلى اسمعوا ما قاله بولوس في كونتس الأولى 14 فإن حمدت الله بروحك فكيف يمكن لمن لا يفهم كلامك أن يقول أمين حين تشكر وهو لم يفهم ما قلته ربما تشكر الله بطريقة حسنة بتعبير آخر إنها طريقة أنقى لعبادة الله لذلك قال سأغني بالروح يا لها من امتيازات أعطاها الله لنا وأعرف الآن لماذا يحاربها العدو لقد حاربها بشدة ويحزن قلبي حين أرى قادة مؤمنين يحتقرون الآخرين لأنهم لا يتكلمون أو يصلون بألسنة هذا محزن إنهم إخوة وأخوات في المسيح فقط لم يتعلموا أن ينسابوا مع النهر إنها لهم ما عليهم إلا أن يخضعوا قال يسوع هذه البراهين ترافق المؤمنين يتكلمون بلغات جديدة لهذا قال أود أن تتكلموا جميعا بالألسنة يريدنا الله أن نختبر هذا كلنا كيف تمتلئ بالروح؟ أريد أن أساعدك أن تقبله سواء صليت وحدك أو مع قادة كما فعل بطرس ويحنى حين ذهب إلى السامرة أو إن كنت وحدك يمكنك أن تغلق التلفزيون أوقف الاستوانة وصلي الآن في مكانك فيمكنك أن تمتلئ من الروح القدس أعرف الكثيرين امتلأوا بالروح في مخادعهم في مكاتبهم أو وحدهم وآخرين قابلوه في أماكن عامة هذا لا يفرق إن لم تتكلم بألسنة ولم تطب من الرب أن تتعمد بالروح القدس يمكنك أن تتكلم بألسنة وإن طلبت من الله أن تتعمد بالروح فما عليك إلا أن تخضع إليك خطوة المل رقم واحد أول وأهم شيء يجب أن تكون قد قبلت الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك قال يسوع إن الناس غير المخلصين لا يقدرون أن يمتلئوا بالروح القدس رقم اثنان لا يمكن أن تحتفظ بعسيان في حياتك قال بطرس إن الله يعطي الروح القدس لأولئك الذين يطيعونه ومن خبرتي تعلمت أن أكثر ما يمنع الناس عن قبول الروح القدس هو عدم الغفران لقد رأيت البعض حرفيا وقد طلبوا أن يمتلئوا من الروح القدس لكنهم لم ينلوه بقي الكتاب جافا ولا يشعرون بحضور الله وما أن يغفروا يمتلئوا في الحال بحضور الله فقد يتكلمون قد يتكلمون ويتنبؤون أو يتكلمون فقط أي الأمرين رقم ثلاثة لا تفعل أكثر من أن تطلب قال يسوع أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا أو يعطي ابنه حية حين يطلب سمكة أو يعطيها عقربا حين يطلب بيضة أنتم رغم شركم تعرفون كيف تعطون أبناءكم عطايا حسنة أفليس الآب السموي أجدر بأن يعطي الروح للذين يطلبونه وهذا يريح ذهنك من خوف أن تطلب الروح فتجد بدلا منه روحا شغيرا لا أصدق أن البعض أدخل هذه الأفكار في عقول الناس إن طلبت الروح القدوس من الآب لن يعطيك روحا شغيرا بل سيعطيك الروح هو القدوس رقم أربعة يجب أن تتكلم أرجوك أن تسمع ما سأقوله الآن لا يمكنك أن تتوقع أن يمسك الروح بلسانك ويمسك فمك وأحبالك الصوتية فتتكلم لماذا؟ لقد أعطاك إرادة حرة يجب أن تخضع العدو يدفع الروح القدوس يقود ما يفعله الروح هو أن يعطيك الكلمات فتخرج كالفثقية حما كنا قبلا وكأنها خارجت من أعماق البحر قد ترى مقطعا واحدا مقطعا فقط اعتبره أول الخيط الخارج من داخلك وأنت ترى المقدمة وحين تتكلم بإيمان سيخرج الباقي عليك أن تفعل ذلك بالإيمان دعوني أوضح أمرا لا يمكنك التحدث بلغتك وبالإسبانية في نفس الوقت لكن حين تخضع للروح القدس تتكلم بألسنة لا تتكلم بلغتك انتق ما يعطيه لك بالإيمان وقد تبدأ بكلمات متلعثمة لكنها ستصبح لغة وقد تصبح لغتين وثلاثة وعدة لغات فقط كن حريصا أنك تقوم بهذا بالإيمان وسوف تنالها هناك ثلاث مناطق لتخضعها لأن الأمر يتعلق بالخضوع عليك أن تخضع شفتيك وتخضع لسانك وتخضع الأحبال الصوتية قال بولوس عبارة أريد أن أكررها أود أن تتكلم جميعا بالألسنة أتمنى أن تكونوا فهمتم لماذا أطلنا في الحلقتين الأخيرتين وهو أني أؤمن أن الله يريد لنا تلك اللغة ليربطنا ببعض ليس الأمر مجرد عاطفة مثيرة بل أتكلم عن ترابطنا بالروح في الحرب الروحية الدائرة وكسب الأمم ليسوع المسيح تذكر أن شغف الروح القدس ورغبته أن يرى الناس يأتون ليسوع ستجد أن الروح سيقودك لترفع عينيك لتنظر للحقول لتصلي من أجل الحصاد وأن تتوقى بشوق أن تخلص النفوس أن هذه هي رغبته لقد دخلت في شركة معه أتمنى أن تتمتعوا بوقت رائع مع الشخص الذي بالكاد لمسناه في هذه المقدمة اسمعوا هذه الحلقات وأعيدوها مرات ومرات ومرات لأن الإيمان بالسمع وبالسمع وبالسمع أمر متكرر ربما حصلت على الكثير من الرب من هذه الحلقات لكن حين تراجعها ثانية ستجد المزيد والمزيد لأن كلمة الله لا تفسد ولا تشيخ فقد كن مصغيا له نحن نحبك في ميسنجر نشجعك أن تكون وفيا لكنيستك من المهم أن تقفى مع رعاتك مع قادة كنيستك المحلية أن تقف معهم في الرؤية التي دعاكم لها الرب تواصلوا معنا الرب يبارككم كان شرفا أن أخدمكم فلنقدم لله الشكر ترجمة نانسي قنقر أهلاً سيدة بيفير أهلاً أشعر أننا نعرف بعضنا حسناً حسناً لقد خرجنا من هذه الحلقات المزهلة وقد تكلمت معنا عن أشياء كثيرة في الروح الكدس لكن هناك أسئلة نريد أن نجد لها الإجابات وأريد أن أتكلم عن بعض الأمور التي قد يريد البعض أن يسمع عنها أو لم تتوفر لنا فرصة التكلم عنها ومن بين هذه وقد تكلمت عنها قبلاً أننا قد حرصنا على أن نجد الأجواء حتى أننا أهملنا حضور الروح الكدس لذا أريد أن أسأل الآن سؤالاً هاماً كيف ندعو حضور الروح الكدس ليرجع؟ لدينا الآن الأجواء لكن نريد استرجاع الحضور بدون الأمور الغريبة أو تلك الخدمات التي لا طالما أرهقت الناس حسناً علينا أن نطلب تذكرين ما قلته عن الروح الكدس؟ إنه مهذب ولن يبادرنا إن لم نبدأ نحن إلا إن كان له هدف في كثير من الأحيان في الكنائس يتقدم الناس للخلاص فأصرف دقيقتين وأقول يا روح الله المسهم فيبدأ الناس في البكاء في الكنيسة فيأتي حرفياً وأحب ذلك فالكتاب يتكلم عن تذوق الموهبة السماوية وأجد أنه من الصعب أن يرتد الناس إن تذوقوا الموهبة السماوية حسناً لن أنسى أبداً كنت في كنيسة وقد كانت كنيسة كبيرة وكانوا قد انتقلوا من الأشكال الكارزماتية القديمة كان هذا منذ فترة لكنهم أجروا هذه النقلة وجاء الروح الكدس في ليلة وبدأ الناس في البكاء فقال للرب الآن قل لهم أن يشكروني ليصلوا ويصبحوا الله وختمت الخدمة فقال للراعي واو كنت أتوقع أننا سنستمر ساعة أخرى وأننا سنرى هذه الأمور الغريبة التي كانت تحدث سابقاً وقال لقد أحببت ما قادك له الله وقال كنت أقدر أن أشعر بما يحدث لقد قمت بمهمتك وقلت حسناً فلنختم الاجتماع الآن يا ليسى لقد رأيت حضور الله يأتي لدقيقتين فقط وقد أثر في الناس جداً لكن ليس لخمس ساعات وكنا نتحدث عن الأمر في السيارة وقلنا أحياناً ما يسمح لنا بخمس وثلاثين دقيقة نعم نعم لكن في الواقع إنه وقتنا نحن فبدلاً من أن نعذ لخمس وثلاثين دقيقة نعذ ثلاثين نعم ثلاثين ونفسح المجال للروح أو في وسط العزة أفسح الطريق للروح الكدس أحياناً ما ينشغل الخدام بمحاولة تغطية مساحة كبيرة حتى أنهم ينسون أن يتركوها تتشبع بالروح أنا أفعل ذلك أحياناً لا بل كلنا نفعل ذلك حسناً هناك سؤال عن دور الروح الكدس لقد تكلمت عن هذا بالفعل وذكرت موضوع الصلاة بالألسنة وأن نمتلئ بالروح لكن أريدك الآن أن تتكلم أكثر فقد قلت أن الروح يملأنا لكن ماذا يحدث إن منعنا؟ كيف يبدو ذلك؟ هناك آية في كلوسي تقول وليملك على قلوبكم السلام الذي يعطيه المسيح ثم يقول في رميا فالذين يتبعون قيادة روح الله هم أبناء الله إن نظرنا لكلمة أبناء هنا هي كلمة هويوس والتي تعني أبناء كبار لا ينقاد كل المؤمنين بالروح بل ينقادون بمشاعرهم أو عقولهم أو حالاتهم أو ظروفهم قال إن الناضجين هم من ينقادون بالروح كيف يقودنا؟ والروح نفسه يشهد في أرواحنا إذن بمعنى آخر دعونا نقول إني أريد أن أذهب إلى مدينة معينة وأشعر بقشعريرة مزعجة أو تقريبا نخر في الظروح هل ذهبت لمكان لم يكن عليك أن تذهب إلي؟ نعم وماذا نتج عن ذلك؟ أني قلت لن أفعل ذلك مرة أخرى لن أفعلها وقد كانت كارثة كانت سيئة تعلمت أنه إذا شعرت بهذا الكبح فلن أذهب سأتوقف لكن لا ألغي الاجتماع لقد مررت بمواقف شعرت فيها بعد ذلك أن الرب لم يريدني أن أذهب هناك لكني أعطيت كلمتي أني سآتي قلت يا رب تقول كلمتك إنه علي أن أكون رجلا أقسم على ما يؤذيني ولا أغير كلامي سأذهب هناك أحتاجك أريد أن تنجح الأمور أتعرفين؟ لم يوبخني على ذلك لم يكن الأمر رائعا لكني شعرت بحمايته لي لذا الأفضل أن لا أذهب حين أجد هذا الكبح والقلق لا تقوم بالأمر لا تفعل ذلك الأمر المذهل إنه يمكن تمييزه فهو قوي وكلما طالت مدة مسيرتك معه كلما أصبحت أكثر حساسية أعرف أمرا وأعتقد أنك تكلمت عن دكتور شو والأمور الرائعة التي عملها وكيف يملأ نفسه بالصلاة بالروح لكني أعرف أمرا آخر لا يعرف الكثيرون أنه بإمكاني نعمله وهو أنه يقول لا للكثير ليستطيع حماية وقته في الروح لذا الروح الكدس سيقول لنا لا على بعض الأمور المستطاعة حتى يمكنه أن يفعل أمرا غير مستطاع في حياته أريد أن أذكر شيئا آخر ستلاحظون أنه في كتاب الأعمال امتلأ بالروح في الأصحة الثاني وبوتروس كان مملوءا من الروح في الأصحة الرابع وامتلأ المؤمنون في الأصحة الخامس الملء بالروح الخدس لا يحدث مرة واحدة في الحياة فالله يقول ولا تسكروا بالخمر التي تؤدي إلى الانحلال بل امتلئوا باستمرار من الروح بتعبير آخر لا يتسرب مننا الروح كالماء بل نريد أن نتشبع من الروح باستمرار أتعرفين؟ هناك أوقات في زواجنا نكون فيها مشبعين بالحب لبعضنا ثم هناك أوقات أخرى فيها نبتعد عن بعضنا ونحتاج أن نتشبع مرة أخرى بالتأكيد أتفهمون ما يعنيه بهذا؟ وهكذا يجب أن تكون متعمدا نعم فابقى مملوءا إنه أمر مستمر أن تمتلئ بالروح وحين تمتلئ بالروح سيظهر فيك بالمزامير والترانيم والأغاني الروحية ستجد نفسك فقط تغني لقد رنمت كثيرا هذا الأسبوع وأغلق التلفاز أغلق التلفاز وقلل مما يصيبك بالجفاف سؤال هل لدى كل المؤمنين القدرة على ممارسة المواهب الروحية أم هو أمر للخدام؟ هذا سؤال عظيم أن كل مؤمن لديه القدرة أن يعمل بأي موهبة من مواهب الروح إن كان أحد يحتاج إلى معجزة كبيرة يمكن لموهبة المعجزات أن تأتي لأي مؤمن هناك أشخاص معينين وضع الله فيهم تلك الموهبة وتعمل معهم في كل مكان لقد رأيت أشخاصا ومنهم شخص نعرفه وهو من رجال الله العظماء أعطاه الله موهبة الشفاء وتخصص في القلوب كان يأتيه الناس من كل البلاد لديهم متاعب بالقلب وكانت قلوبهم تشفى كانت لديه موهبة الشفاء وقد ساعدته أن يحقق الخدمة التي دعي إليها لكن أتعلمين؟ أتذكر أحد أصدقائي وقد قال إن ابنه غرق حرفيا في المغطس سعقته الكهرباء ومات لخمس وأربعين دقيقة قال يا جون صليت لثلاثين دقيقة ولم يحدث شيء جلس المسعفون يتأففون مني لأنهم لم يفهموا ما يحدث وقال شعرت بشيء ينزل من رأسي لأسفل وقد خرج من فمي وقال شخص آخر نظر من عيني وقلت أنت ستعيش ولن تموت وفعلا قام ابنه من الموت ولم يكن خادما في ذلك الوقت لقد كان شرطيا ولم يكن حتى يخدم في ذلك الوقت كان عائدا للتوي من أول خدمة يعيذها في حياته لكني أريد أن أؤكد أن هذا واضح للمؤمنين أي شخص ممتلئ من الروح في أي وقت حتى في مدجر تارجت ربما في وولمارت يمكن أن يخدم لا أعرف وولمارت صعب علي صعب بعض الشيء أشعر براحة أكثر في تارجت أريد أن أقول لا تحتاج أن تنتظر موهبة الشفاء قال يسوع هذه البرهين ترافق المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيشفون وهذا حين تصلي لمريد سيكرم الله ذلك لأنه يكرم كلمته لا دعي أن تنتظر ليدعك القص على المنبر لا دعي أن تنتظر لتحمس شخصا في حجرة الانتظار في الكنيسة يمكنك أن تجد الموهبة في يومك العادي قوة الله نعم وعود الله إذا شعرت أنك منقاض بالروح لتتكلم مع شخص ما أو تلتمس أحدا أو تصلي من أجله أو تكون كريما معه ربما علينا أن نبدأ بالكرم سيكون ذلك مذهلا هي إحدى المواهب العطاء الكرم نعم حسنا نعم سؤال آخر يرجعنا إلى سؤال سابق نحن نعلم أن الروح الكدس جاء ليعلم يسوع نعم حقا صحيح ماذا عن تلك الإظهارات التي كنا نراها منذ عقود مضت مثل الرعشة والضحك والتمرق في الأرض والسكوت كيف لهذه الأمور أن تعلن يسوع حسنا الكتاب المقدس يتكلم عن علامات غير عادية ولكنها لفترة قصيرة هناك أوقات تحدث فيها علامات غير عادية وعجائب وهتجذب انتباه الناس إلى يسوع ما أجد أنه لا يليق هو عندما يهتم الناس بالإظهارات أكثر من اهتمامهم بالرب نفسه لن أنسى أبدا حين كنت في سنغفورة أتى مبشر له موهبة الشفاء ثم بدأ الجميع يضحكون بهستيرية وأتذكر أن حضور الله كان على وشك أن يحل على هذه الكنيسة لكن الناس بدأوا يضحكون وكأنهم قد خدشوا لوحا كبريتيا بمسامير هذا ما شعرت به في روحي كان أمرا صحيحا ولكن في الوقت الخطأ قلت توقفوا توقفوا ثم توقفوا وقلت لهم أصغو لقد توقفتم عند مرحلة الإعلان ولم تتبعوا روح الله ليس هذا ما كان على وشك أن يفعله لقد كان على وشك أن يلمس الناس بعمق بخوف الرب ثم قلت فلنأمل أن روح الله يرجع ويباركنا وجعلتهم يصلون مرة أخرى وجاء الروح القدس وبدأ الناس في البكاء في كل مكان ما يحدث هنا في مثل هذه المواقف التي لا تليق هو أن الناس يبدأون يتبهون بالموقف هذا مثل الزوجين فهما لن يمارس الحميمية أمام الكل فبدأ الأمر وكأنهم أرادوا أن يأخذوا الحميمية التي وهبها الله لهم ويتبهون بها فيقولون انظروا كم نحن روحانيون أنا أجد أنه كلما عرفت الروح القدس أكثر كلما أردت أن أحميه ومواهبه وقدرته وقوته بطريقة محترمة وليس بطريقة تطفئه فالكتاب يقول لنا لا تطفئ الروح يحدث إطفاء الروح عندما تطفئ قوته ومواهبه لا تفعل ذلك هذا ما يقصده هنا نعم بل اكرمه لا تعرضه وكأنه نوع رخيص من القوة أو التأثير نعم وأريد أن أقول شيئا نحن ندعو الروح القدس ليفعل ما يريد أن يفعله حسنا حين نكون في شركة مع الروح القدس سيفعل أشياء في أوقات أو بطرق لا تبدو مريحة لكن لن يرغمك أو يكارك أو يزعجك وهو لن يوجه النظر لإنسان بل لله وهناك مناخ وحضور لهذا قد كنت مؤخرا مع أشخاص من توائف مختلفة وسمعت بعضهم يسخرون مما كان صابقا أمرا صادقا ربما تماد الناس بعد الشيء على أمل أن يبارك الله ما بركه سابقا فلنبقى على الشكل فضع الجوهر في الطريق وبقي الشكل فكانوا يسخرون منه وأيضا أريد أن أقول نحن لا نسخر أبدا من هذه الأمور نحن نريد كل ما يملكه الروح القدس ولكننا نريده أن يكون بالإيمان نريد أن يكون في ترتيب لائق كما نريد أن يكون مصحوبا بحضور الله حسنا سؤال آخر هل من الممكن أن يشعر أحد بحق أن لديه سلاما تجاه أمر ما ولا يكون هذا من الله يشعر بالسلام وليس من الله نعم بالتأكيد إذا نظرت إلى حسقياء الأربعة عشر يتكلم عن الناس الذين يأتون بأصنام في قلوبهم والآن ما هو الصنم عبادة الأوثان في العهد الجديد هي الشهوة عندما تشتهي ترغب في شيء قال الله إنهم سيلجأون للأنبياء ويقولون ضع يارك علي كلمني بكلام الله فيقول الرب سأجيب هذا الشخص وأقول اذهب إلى أصنامك عندما أدخل إلى محضر الله لأطلب منه شيئا ما يجب أن أتأكد في قلبي أن قلبي على الحياد مررت بمواقف في حياتي لم أكن فيها محيدا كان لي سلام ولم يكن هذا من الله فقد جعلني ذلك أحزن بتعبير آخر إن كنت مثلا تنوي الزواج لهذا كنت سعيدا في بدايات علاقتي مع ليسة أننا في بلدتين متباعدتين لأني كنت منجازبا جدا لها وتطلب الأمر مني خمسة وعشرين يوما كاملة لأمنع الإنجذاب أن يتحكم فيي ووصلت لمرحلة بعد ثلاثين يوما أنه إن قال الله لا فهذا سيناسبني لأني عرفت أنه إن قال الله لا فقد رتب شخصا آخر لي وشخصا آخر لها حين وصلت للحياد كنت أستمع حقا فإن شعرت وأنا في مخضع الصلاة أنني لست محيدا فلابد أن نصحح الأمر بكلمة الله وبالصلاة لأصبح محيدا يمكننا أن أقبل كل شيء لأني إن كنت أميل لشيء فسأجد سلاما زائفا وقد فعلنا هذا في مراحل كثيرة في حياتنا قلنا سنفعل هذا في هذا الوقت بهذه الطريقة ثم ندرك أنه لا شيء من هذا وأن علينا أن نمسح الصبورة كلها ونقول لتكن مشيئتك يا الله والكثيرون الآن يطلبون الإرشاد فيريدون أن يعرفوا لقد أجبت عن الجزء الثاني من السؤال عن كيفية معالجة الأمر شكرا لك أحب إجاباتك فأنت توزيدين من الحكمة التي في إجاباتك لا بل أحب ذلك حسناً والآن أريد أن أتكلم عن هذا النوع من الحدث هذه المعرفة عندما كنت أدرس لأؤلف كتاب المرأة التي يحتاج إليها العالم بحثت عن معنى كلمة حدث ووجدتها في اللاتينية تعني وهي تعني المدرس الداخلي فالروح الكدس هو مدرسنا الداخلي وحين نأخذ قلباً جزيداً يعلمنا لكن هناك بعض الأوقات والأحداث حين يبدو كل شيء صحيحاً ونشعر بالقلب بشأن شخص أو موقف أن يمكنك أن تكلمنا عن هذا؟ نعم كل مرة لم أستمع للمدرس الداخلي وكان الأمر مرفوضاً هنا لكنه يبدو جيداً هنا كان هذا فخاً كنت أقع فيه هل كان هذا أول شعور تشعر به؟ نعم نعم قد كان هذا الاستجابة الأولى من روح الله وأيضاً حين تجهلت مشوراتك هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهك تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org نقول هذا كثيراً للأزواج والزوجات وربما تتضايقين مما سأقوله لماذا؟ في بداية زواجنا هل ستقول أمام الناس؟ عندما بدأنا زواجنا أنا وليسا كنت أصلي حوالي ساعة ونصف يومياً كنت أعمل طوال اليوم كنت أرى أنها تصلي لعشر دقائق في الحمام وكانت هناك أمور أقول فيها أشعر أن علينا أن نفعل هذا أو أن نفعل ذلك فكانت تقول لست مرتاحة وكانت على حق في الأغلب كنت أغطاظه فقلت يا رب أنا أصلي لمدة ساعة ونصف صباحاً وهي تصلي لعشر دقائق وهي على حق في أكثر من نصف تلك الأشياء فكلمني الرب وقال أرسم دائرتين كان هذا وقت أن كنا نستخدم القالم وليس الآيباد فرسمت دائرة على قطعة من الورق وقال الله رسم علامات X لتملأ الدائرة فبدأت أرسم علامات X في الدائرة فقال أرسم خطاً في النصف فرسمت خطاً في النصف فقال هل تلاحظ أن نصف علامات X في ناحية ونصفها في الناحية الأخرى فقال قبل الزواج كنت كاملاً فيي لكنك أصبحت أن توليس جسداً واحداً فهذه الدائرة تمثلك أن توليس أنت النصف الذي على اليسار وهي على اليمين ثم قال الله هل تعرف ما هي هذه العلامات هي المعلومات التي تحتاجها مني لتتخذ قرارات حكيمة المشكلة هي أنك تتخذ قرارات بناء على نصف المعلومات فقال يجب أن تتعلم أن تأخذ من زوجتك ما أريتها حتى تتخذ القرارات كرأس للبيت بكل المعلومات التي أعطيها لك إذن فمع هذا الحدث أقول نعم لقد أضرني الأمر شعرت بالرفض الأولي وتجهلته لكن كانت هناك مرات قلت لي فيها أشياء وكنت أعرف في أعماقي بشهادة الروح القدس قلت لي أموراً وربما يحدث هذا مرة كل عامين أو خمسة فأقول لست أنت من تتكلمين هذا كلام الخوف هذا كلام الخوف نعم وأضطر أن لا أوافق عليه لكن في أغلب الأوقات أشعر في أعماقي بالأمر وأقول للأسف هي على حق وإن تجاهلتها أدفع الثمن هي لا تدفع بل أنا جون كريم فيما قاله لكني أخطئ أكثر من هذا ولكني أريد أن يفهم الناس أنه عندما يكلمهم الله بشيء يمكنهم أن يثقوا فيه يقول البحثون أن الروح لديه بعد نظر أكثر مما نفهمه بالفعل عندما نكفذ بفهمنا الشخصي ونبدأ في التنبؤ بالأحداث لا نشك في أنفسنا عندما يبدأ الله في قول شيء لنا علينا أن نؤيده مررت مؤخراً باختبار حين كنا في أوتوبيس ولابد أن أقول أكره الأوتوبيس لا أعرف لماذا توجد عندنا مع هذا التقدم لماذا لا زال عندنا أنا أكره الأوتوبيس وكنا ذاهبين للمطار وكانت هناك سيدة لم تأتي بعد للمكان الذي كنا اتفقنا على الاجتماع عنده لم نجدها فاتصلنا بها أين أنت؟ أين أنت؟ وفي النهاية رأيت شخصاً يقفذ ويلوح بيده من بعيد وليس في المكان الذي كان من المفترض أن أكون فيه وأردت أن أصب غضبي عليها ماذا تفعلين هناك؟ أنا في الأوتوبيس لخمسة وأربعين دقيقة لكن حالما رأيتها قلت أنا أحبها كان اتصالاً قلبياً وما أن رأيتها كنت في نفسي أنا أحبها وكان التواصل بيننا عميقاً سيمنحك الله هذا التواصل حين يكون كل ما حولك يسأل لماذا أحبها؟ لابد أن هذا من الله وهذا بسبب مشكلتي مع الأوتوبيس لقد أحببتها كثيراً واستلمت رسالة منها اليوم وقالت أنت لا تعرفين أنك أحببتيني على الفور وهذه المحبة الفورية واو جعلتني أشعر بمحبة الله في أشد أوقات حياتي وحدة نحتاج أن نكون أناساً لهم هذا النوع من التواصل ولا ندع الظاهر يحدد علاقاتنا وكانت هناك أوقات أخرى حين كنت تقول لي لذا لا أطمئن لهذا الشخص فأقول لك أنت فقط لست إمرأة لا تعرف هذه الأمور أنا أعلمها ربما حذرني ثلاثة أو أربع مرات ولم أستمع ولم يكن هذا لصالحي وهكذا أنا وأنت فعلا نعم روح الكدس الحدث حسناً أريد أن أقول شيئاً أشعر به في روحي وهو لماذا برنابة وبولوس لم يتخذ القرار لماذا وجب عليهم أن يذهب إلى أورشليم لأن هناك أمراً يتعلق بأن نكون معاً حين يوحدنا الله أن الإجابة الصحيحة تأتي من الله حين نكون سوياً فكزوج وزوج نحن واحد فحين نجتمع سوياً نحصل على الإجابات السليمة دعوا هذا في أذهانكم يا شباب نقطة جيدة ما هو الفرق بين مواهب الروح وثمر الروح؟ هذا سؤال عظيم ثم سأسأل سؤالاً آخر موهبة الروح هي شيء يضعه الله على حياة شخص ما وهي لا تحتاج لرعاية أو تطوير أشاء الوحيدة الذي يحتاجه تهذيب هو كيفية ممارسة الشخص لها لكنها موجودة وتعمل لكن ثمر الروح يجب أن يرعى يمكنك أن تقول إن المواهب تعطى والثمر ينمى ثمر الروح هو نتيجة حياة منقادة بالروح القدس حين نحيا بالروح حين نسلك بالروح فثمر هذا نتيجة هذا أن تحصل على فرح أكبر سلام أكبر صبر أكبر ومحبة أكبر هذه المحبة ستنبثق من داخلك لأنك تسير بالروح هذه حياتك الشخصية حسناً ثمر الروح هو الأساس الذي سيحميك في حياة الخدمة مواهب الروح هي لحياة الخدمة لديك للأسف هناك من يرغبون المواهب أكثر من الثمر لقد صليت قائلاً يا الله أنا لا أريد أن المواهب التي تضعها على حياتي تحل محل الثمر التي رويتها أردت أن أصلي هكذا لأنهي جيداً ما يحدث هو أن الناس يسعون وراء المواهب الكتاب يقول اسعوا وراء المحبة وتشوقوا من المواهب الروحية لكنهم يسعون وراء المواهب فهم يسعون وراء المواهب لكنهم يهملون الثمر لكن في النهاية لا تتحمل شخصياتهم تلك المواهب فتؤدي إلى دمارهم طرد يهوذ الشياطين وحين أرسل يسوع التلاميذ كان منهم لكن يهوذ في الجحيم قال يسوع خير له لو لم يولد كان يهوذ يمارس مواهب الروح ولكنه لم يرعى الثمر نعم يبدو أن هناك سؤالاً صعباً لماذا يمارس بعض الناس هذه المواهب القوية كمواهب الوعظ أو عمل المعجزات ولهم اجتماعات ديناميكية قوية لكن الصمر صمر حياتهم على النقوية كيف يحدث ذلك؟ أريد أن أعطي مثالاً لننظر إلى بلعام نبوات بلعام في الكتاب المقدس كانت لها موهبة النبوة حسناً نبواته في الكتاب لقد خرقناها في كلمة الله لكن الله جعل الناس يقتلونه بحد السيف لأنه كان شريراً وعاصياً شاول كان مجنوناً حقاً أتكلم عن الملك شاول كان مجنوناً حقاً طارد داود مسيح الله ليقتله لكنه أيضاً كان يتنابأ طول الوقت مع الأنبياء ليست المواهب في حياة الشخص دليلاً على رضا الله فقد قال يسوع كثيرون سيقولون تردنا شياطين باسمك عملنا معجزات باسمك أجرينا عجائب تنبأنا وتكلمنا باسمك فسيقول لهم ابعدوا عني لا أعرفكم يا فعل الشر لم تنموا الثمر في حياتكم وقد قال لي الرب ذات مرة ألم تلاحظ أنهم لم يقولوا لقد أطعمنا الفقراء باسمك زرنا المسجونين باسمك وقال لي الرب هؤلاء الناس قد رعوا الثمر وعندما تنمي الثمر يكون أكثر شيء يضمن أنك ستنهي جيداً لأنه حين بدأ كل شيء معي وهذا سؤال جيد كنت أعمل لدى كنيسة كبيرة جداً كانت وظيفتي في الكنيسة وقد كانت كنيسة معروفة كانوا يستضيفون متكلمين معروفين وآخرين غير معروفين من كل أطياف الكنيسة ولاحظت أن البعض عندما يدخل السيارة تحس أن يسوع قد دخل معك عندما يقف ويعد تشعر أن يسوع قد وعز وأن الناس يشفون من أمراضهم لكن هناك آخرين عندما يدخلون تشعر أن هناك ما يسوء لماذا أصبحت المحادثة رديئة هكذا؟ ثم يصعدون على المنبر فتجدوا الناس يشفون فكنت أصرخ وأقول يا رب أنا لا أفهم ما الذي يحدث هنا؟ كيف يمكنه أن يكون هكذا معي في السيارة؟ ثم يصعد على المنبر فأجدوا الناس يشفون إنهم يشفون حقاً لم تكن هذه تمثليات لقد كانوا يشفون حقاً كانت قوة الروح القدس وهنا أراني الله كيف أن يهوذى ترز الشياطين وشفى المرضى لكنه الآن في جهنم تنبأ بلعام وهو في الجحيم تنبأ شاول ولم ينهي حياته جيداً لا أريد أن أجزم إنه هو هذا حين قال لي الرب مسحة الله ومواهب الله في حياة أحدهم ليست دليلاً على رضى الله من ثمارهم تعرفونهم حسناً من ثمارهم تعرفونهم هل يمكننا أن نقول حتى ننخلس هذا الأمر أن المواهب تأتي على حياة الإنسان بينما السمر هو الشيء ينمو داخل حياته؟ إنها شخصية الإنسان؟ نعم هذه طريقة رائعة لقولها حسناً رائعة لقد تكلمت عن الإرشاد بذلك الإحساس المريح وأيضاً هذا الإحساس حين لا نشعر بالراحة وتكلمنا عن الشهادة تكلمنا عن الحدث تكلمنا عن الصلاة أيضاً لكن هل يمكنك أن تكلمنا عن طرق أخرى؟ كان يتكلم الله لأحدهم بصوت مسموع لأني سمعت حديثاً أحدهم يشكك أن الله يمكن أن يتكلم للبشر لا حقاً فهم يقولون اقرأ الكتابة فقط لذا أخبرنا هل تؤمن أن الله يتكلم في أيامنا هذه؟ وهل يتكلم فقط بما يتناسب مع كتابه المقدس؟ لأن هناك جيل يعتقد أن الله توقف عن الكلام قبل كل شيء يقول بولوس لكنيثة كورينثوس كنتم منساقين ورأى أوثان خرساء قد يوحي الكلام أننا نقول إنها أوثان جامدة لكنها كانت خرساء بمعنى آخر الأليه التي كانوا يعبدونها لم تكن تتكلم قال بولوس الفرق هو أن إلهنا يتكلم وهو يتكلم بوضوح إذن كيف يتحدث؟ يعرض العهد الجديد طرقا متنوعة يتكلم بها الله إلينا حسنا أول طريقة وأهم هذه الطرق الشهادة الداخلية ذلك الإحساس المخملي هذه هي الطريقة الأولى التي يتكلم بها الله أكثر حتى من كتابه؟ لا لا تمهلي قليلا يتفق الكتاب دائما مع هذه الطريقة إذا شعرت بسلام لا يتفق مع الكتاب لا تستمع له من المؤكد أنك رعيت دوافع خاطئة في خلبك وعليك الرجوع إلى السفر إذن الكلمة هي دائما الكلمة نهائية الكلمة هي دائما الأساس والبناء الشهادة الداخلية هي رقم واحد رقم اثنان هو الصوت الرقيق الهادي الذي يتحدث عنه الكتاب قال يسوع خرافي تصغي إلى صوتي حسنا روح الله يتكلم وهو يقول ما قاله يسوع هذا هو الصوت الرقيق الهادي لكن اعلموا هذا بعض الناس قد ضلوا بشدة لأنهم بدأوا في اتباع تلك الأصوات والمشكلة هي لم تكن هناك شهادة داخلية تؤيد الصوت في كل مرة سمعت فيها صوت الله كانت الشهادة ترفقه وكلاهما يتفقان مع الكلمة بتعبير آخر لا يتسرب مننا الروح كالماء كلمة فشهادة فصوت إذا سمعت الصوت بلا شهادة لا تستمع للصوت ذهبت إلى اجتماعات حيث تنبأوا ناس علي ولكني لم أختبر حضور الله ولا شهادة داخلية فقمت بوضع النبوة على الرف حسنا وأحيانا ما اعترضت على الكلمات اعترضت عليها الطريقة التالية التي يقول العهد الجديد عنها هي بالأحلام حسنا رأى بولوس حلما لرجل مقدوني يقول له اعبر لينا وأعنا كان هذا الروح القدس يقول لبولوس اذهب إلى مقدونية حاول أن يذهب إلى بثينية ولم يسمح له وأماكن أخرى ولم يسمح له ثم رأى الرجل يقول اعبر إلينا هذا هو حلم قد يكلم الله أناسا بطريقة الأحلام وهذا أكثر من غيرهم أعرف أنها طريقة قوية يستخدمها الله مع زوجتي بالأحلام لكن من النادر أن يحدث هذا معي فهو يتكلم لي بالصوت الداخلي الصوت الوديع الهادئ الطريقة التالية التي يقول عنها الكتاب المقدس هي الرؤى وهذا ما حدث مع بولوس حرفيا فقد قال لا أعرف إن كنت في الجسد أم لا أنت لا تعرف إذا كنت في الجسد أم خارجه ولكنك ترى من خلال عالم الروح حرفيا حسنا تدعى هذه الرؤية هكذا دعاني راعية أنا وليسا لخدمة ميسنجر الدولية وذلك عام تسعة وثمانين جاء وقال يا سادة أتتني رؤية بالأمس كنت وكأنني أشاهدها على شاشة تلفزيون هي الواحد من الرعاء لن تكون راعين عندنا بل ستسافر إلى كل مكان وتكون بركة لجسد المسيح أي أنت يا جون وكان الله قد قال لي نفس الشيء في الصلاة منذ ثمانية أشهر فكان هذا تأكيدا أتفهمونني؟ حسنا آخر طريقة يقول العهد الجديد إن الله يكلمنا بها هي الغيبة لو تذكرون فقد صعد بطرس كان جائعا كما هو الحال معي الآن وهناك هذا ما يحدث حين تجوع تدخل في غيبة تدخل في غيبة حقا كان في غيبة وماذا يحدث في الغيبة؟ في الغيبة تكون حواسك معطلة الفرق بين الغيبة والرؤية في الرؤية لا تزال حواسك واعية في الرؤية قد تكون تتحرك في المكان حين ذهب بولوس للسماء وحين ذهب يوحن للسماء كانوا يتحركون في الغيبة تكون حواسك معطلة وأنت ترى شيئا وأيضا تسمع صوت الله قم يا بطرس اذبح وكل حسنا أعرف أشخاص دخلوا في غيبة لكننا أطيل الكلام في الموضوع بسبب الوقت الضيق ربما يقول أحد وماذا عن الجزة؟ الجزة من العهد القديم خذ ما في العهد القديم ومرره خلال الصليب وله أن يتركه أو يرجعه أو يمحوه أنا أخذ الجزة وأمررها في الصليب وأرى أن الصليب يمحيها يقول الكتاب فالذين يتبعون قيادة الروح الله وليس الجزة ويجب أن لا تنسوا أن الروح القدسة لم يكن ساكنا في الناس في العهد القديم فكانوا يقولون أن ليس أمامنا غير الجزة أنا شخصيا لا أنصح مؤمن العهد الجديد باستخدام موضوع الجزة لا أعترض على العلامات لكن تأكد أن لك حدا وهو كلمة الله وأهم شيء هو الشهادة الداخلية لأن الجزة هي في النطاق المادي ومن الأفضل أن تبتعد عنه نحن مدعونا لنحيا ونسلك بالروح أريد أن أتكلم بشأن النطاق الجسدي لأن كل الإجابات هي عن النطاق الروحي لكن عندنا وصية واضحة إن رأيت إن رأيت أخاك محتاجا وأغلقت أحشائك أحيانا لا نحتاج إلى صوت من السماء عليك فقط أن ترى الاحتياج أو تسمع به حين سمعنا عن ما كان يحدث في الكتب وكيف كانوا يقطعون الصفحات ليتشاركوا فيها قلنا كيف نغلق أحشائنا لا يمكننا لم نرى ذلك بل سمعنا به فقلنا لا بد أن نتصرف عليك أن توصل رسالة للرعاة عندما سمعت عن الفتيات التي يتاجر بهن لم يتكلموا الله لكني قلت يا ليس يجب أن نساعد قرأت عن ذلك في مجلة ورأيت ذلك عندما كنت في الخارج البعض ينتظرون علامة أو غيبة أو رؤية أو حلم في حين أن الكتاب يقول إن رأيت أخاك ويمكننا أن نبدأ بالأخ المحتاج نبدأ بالمؤمن المحتاج نبدأ ممن نستطيع أن نراهم بحق من نستطيع أن نلمسهم من نستطيع أن نسمعهم ولا يمكننا أن نغلق أحشائنا وأجد أننا كلما تجاوبنا مع ما نراه في النطاق الطبيعي يأتمننا الله على أمور أكثر في النطاق الروحي لأنه يقول أراك أمينا في هذا سأوكل لك بعض الأمور في نطاق الإيمان حبيبتي لدينا دقيقة واحدة أيمكننا أن نصلي لأصدقائنا وشركائنا أيمكن أن تصلي لكي؟ حسنا هذا عظيم أبانا السماوي نشكرك أنك قلت أنه في الأيام الأخيرة سينقض أبناؤنا وبناتنا بالروح القدس وبحسب ما جاء في كتاب الأعمال فنحن الجيل الذي سيسير في الرؤى والعلامات والعجائب والأحلام فيا أبانا تم من مجيئتك فقد نسألك أن تملؤنا بروحك أعطنا أعين لترى وأذانا لنسمع وفما لنتكلم وقلبا يتسع للإيمان والجرأة لنصلي صلوات تخيف إبليس ونرى السماء تغزو الأرض وافتحوا عيونكم وصلوا أبانا في اسم يسوع أصلي لإخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا أتكلم أولا على العبودية فيهم أأمر العبودية أن تنكسر في حياتهم أتكلم على المرض والتعب أأمر أن ينكسر نأمر كل فكر نأمر كل فكرة ترتفع ضد معرفة الله أن تدمر وتهدم ويا أبانا اتفقوا أنا وليس في الأمر ونطلق محضر الله امتلئ من الروح في اسم يسوع القوي وانمو في مواهب الله التي على حياتك ومن تخدمهم أبانا أنا وليس نستودعهم في يديك في اسم يسوع القوي وقال شعب الرب آمين 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 اشتركوا في القناة